بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم طلاب الفرع الصناعي الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وإن شاء الله يا رب إنها تكون الهمة عالية والمعنويات هيك يعني شديدة لأنه أنا بصلاحة متفاعل فيكم وواثق بإذن الله إنه الامتحان هيجي سهل وفي متناول الأيدي وإن شاء الله هتم بصفه وتجيبه على مات أنا اليوم حبايب طالع أنا يعني بصلاحة أقدم لكم هاي المراجعة النيائية الخفيفة البسيطة لكن بس بدي أحكي بعض الملاحظات عشان إحنا يعني نكون عارفين وين رايحين هلا هذا اللي إنتوا شايفينه أنا عامله على شكل الامتحان لكن هو أطول كما ووقتا من الامتحان الوزاري يعني هذا كنمطية كنمطية كشكل وبشبه الامتحان الوزاري عادي تمام؟ يعني كثير بشبهه كنمطية لكن حتلاقي إنه هنا في أسئلة أكثر هون ليه؟ لأنه قاعد عن براجع لك فسيبك الآن من قصة إنه إنه أستاذ عدد الأسئلة هون أكثر وقال لا عدد الأسئلة هون أكثر ركز معاي في السؤال نفسه في نمطية السؤال في منهجية السؤال لأنه هذا أنا اللي بهمني عشان إنت بكرة لما تمسك ورقة الامتحان بتشوف الأمور طبيعية جدا وبإذن الله راح تكون مبسوط نقول بسم الله أول سؤال حطناه لكم أجموعة من الدوائر برضو تشبه نمطية الدوائر اللي بتيجي فيه امتحان الوزارة ممكن تحس إنه هنا شوي أطول نوعا ما لكن أنا قلت لك أنا هدفي هنا أجهزك أذكرك في المهارات أقويك أخليك مستعد للإشي الليفله عالي بينما أنت لو إجيه الليفل عالي الليفل مطوس الليفل سهيان إن شاء الله هتكون قادر إنك تحلو بسم الله رجز معاي طلاب الصناعي السؤال الأول بدنا نبدأ بالضع دائرة الدائرة الأولى بتقولي إذا كان F في الإكس يساوي لن 1 ناقص X تربيع زائد جذر جوه الجذر فيه إيه قوة 2 ناقص X تمام بدي أشتق بدي F برايم طيب يو F برايم الإكس تساوي حبة حبة عندي حدين حد الأول لن شو مشتقت اللن؟ كلها منعرف هي مشتقت ما داخل اللن على ما داخل اللن كما هو هاي ما داخل اللن شو مشتقت ما داخل اللن 1 ناقص X تربيع شو مشتقتها الواحد مشتقتها صفر السالب تنزل X تربيع مشتقتها 2 X وانتبه لليتركات فالضع دائرة أنا يعني شوي متخوث طيب زائد هسا قبل ما اشتق يا جماعة هسا هاي انت قدامك طريقين تشتق طريقة الأولى انك تعاملها معاملة جذر عادي جذر تربيع جواته اقترام بقوله مشتقت ما داخل الجذر على 2 في الجذر نفسه لكن للأمانة ممكن انك تواجه صعوبة في الصياغة عشان هيك أنا دائما بقولهم جهزوا قبل ما تشتق وكيف يعني جهز قبل ما اشتق يعني قبل ما اجي اشتق هذا بقدر اكتبه هيك لين واحد ناقص اكس تربيع زائد يا جماعة اي قوة 2 ناقص اكس هاي بقدر اعملها الكل قوة كم قوة نص مش جذر قوة نص اه والحلو بالقسي انه هذا قس بقدر ابرغه بالقس ها فبيصير عندي بصير عندي هيك اف الاكس عالش أنا دخلت اشتق عطول مش مشكلة لين واحد ناقص اكس تربيع زائد يلا هسا النص هذا شو بعمل بدخله جوه فبتصير اي قوة اثنين ضرب نص اثنين على اثنين يعني واحد ناقص اكس ضرب نص نص اكس او بتقدر تكتبها اكس على اثنين هذا اللي انا عملته اسمه تجهيز جاهزة الان برجع باشتق يلا اعتبرنا انه هاي اشتقناها سالي باثنين اكس على واحد ناقص اكس تربيع هسا بدي اشتق القسي شو باشتقت اي قوة اشي هو نفسه اي قوة نفسه 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 هذا واحد ناقص اكس على اثنين في مشتقة القس طلع القس واحد ناقص اكس على اثنين اختران خطه شو مشتقته واحد مشتقتها سفر سالب اكس على اثنين مشتقتها معامل اكس سالب نص يعطيك الفعامي خلصنا اشتقاك اطوله شرحا نعم لكن كله هذا عشان حضرتك انت تكون صاحي ومدقق ومركز بكل التفاصيل خلصنا سف بس بدنا شوية تثبيط اشياء اللي انا بقولكن تبولة طلع لها الخيارات مش هتلاقي اي اشي فيه سالب في هذا البورت هذا البورت ما فيه سالب كيف طلع معاي سالب لا انت حلك صاح بس الفكرة بالموضوع انه انت لازم ايش شوي تصحصح لليترك تعرفونا شو عامل طلعوا يا جماعة ثنين اكس على واحد ناقص اكس تربيع لا طلع معاي سالب ثنين اكس على واحد ناقص اكس تربيع وهو نفس الاشي طيب هنا برضو موجب استاذ ثنين اكس على اكس تربيع ناقص واحد ثنين اكس على اكس تربيع ناقص واحد تعرفونا شو عامل انا ماسك السالب هاي بندخلها تحت فصارت تساوي اثنين اكس على لما سالب يدخل على القوس بغير اشارات بتصير سالب واحد زائد اكس تربيع يعني اكس تربيع ناقص واحد زائد وناقص ناقص نص اي قوة واحد ناقص اكس اثن خلص دور هذا ولا هذا خلص ما ظلش 2x على x تربية ناقص 1 زائد لا للأسف الإشارة هون ناقص إذن هاي تلغى لاحظ هون 2x على x تربية ناقص 1 ناقص نص إي قوة 1 ناقص x على 2 إذن الإجابة الصحيحة هي فرعبي فأرجو الانتباه لهاي لتركات مش بالضرورة إنها تجيك هاي لتركات لكن يعني زي ما بقولوا يزيد ولا ينقص نتعلم أشياء الزيادة أحسن ما إيش ما ما نتعلمهاش وتجينا طيب السؤال اللي بعد بقول لي fx تساوي لن جواته e تربية على e ناقص x تربية قسمة شو بعمل شوف في هيك أسئلة إنت بتقدر تجهز قبل ما تشطف زي ما عملنا فوق كيف يعني أستاذ fx تساوي هسا لن جواته قسمة شو بقدر أعمله لن البسط ناقص لن المقام وإذا كان جوة لن ضرب أعمله لن الأول زائد لن الثاني هذا الحكي بفيدة بفيت طلع لن e تربية ال e مع اللن بتروح شو بيضل للثنين تقدر أصلا تنزلها هون بقول لن l e واحد هي هي يعني اثنين ناقص هذا جاهز أنا لسه ما اشطقيت أنا قاعد بزبط قبل ايش قبل ما أشطق الآن أنا جاهز إني إيش إني أشطق فباجي بقول بسم الله المشطقة ف برايم ال x تساوي اثنين مشتقتها صفر ثابت ناقص هاي ناقص مشتقت ما داخل اللن شو مشتقت ما ال e مشتقتها صفر لأنها ثابت سالب هاي سالب ال x تربيع مشتقتها اثنين x على ما داخل اللن اللي هو e ناقص x تربيع خلصنا الان يا جماعة الخير طبعا واضح سالب مع السالب برو بظل ايش اثنين x على e ناقص x تربيع هاي اثنين x على e ناقص x تربيع طبعا هون سالب x هنا موجب x اثنين مش موجودة اذا بشطب على هاي الخيارات تتعلم مهارة تشطيب الخيارات عشان تقلل الابشينات والخيارات وبالتالي تكون محصور بخيارات اقل وبالتالي نسبة خطأك اقل تمام يلا مين بختار السالب ولا السالب الموجب عفوا هاي اثنين x على e ناقص x تربيع بس فتح مش طالب بننقش يلا السؤال اللي بعد وقلي اذا كان f of t تساوي tan 3t ناقص 3 على e قوة t بدي f برايم قاعدين احنا الان نحكي عن الاشتقاق اوكي طيب بقدر اجهز قبل مشتق ممكن f t تساوي التان هاي التان تان 3t ناقص الان يا جماعة 3 ايش مقدر ارفع هذا فوق واقلب اشارة القص او انا مش مولود مبارح اي قوة سالب t رفعت فوق وقلبت اشارة القص خلص اشتق f برايمة t شو مشتق التان 3t secant تربيع 3t في مشتقة الزاوية شو مشتقة الثلاثة t معامل t اللي هو ثلاثة حلو ناقص ثلاثة ثابت شو مشتقة اي قوة سالب t نفسه في مشتقة القص شو القص سالب t شو مشتقته سالب واحد وسالب بتصير هاي موجة يلا ويساوي لاحظ طبعا الخيارات امخلي ال-e في المقام معناته انا بفة من ون اللي لازم ارجعها فبتصير ثلاثة سيكن تربيع ثلاثة t زائد ثلاثة على اي قوتي حلو لان باجي بتطلع انا هون بين الحدين موجب معناته بلغي هاته وبلغي هاته لانه سالب سالب طبعا مش هلط انك تقول انت متأكد وانت شغال مش هباء منثورة هاي لو كانت موجب بلغي هذول بخلي هذول انت فهم انت بي الى الاشارات انا قاعد بلغي بناء على ظرف السؤال اللي قدامي حلو طيب مين اختار هاي ولا هاي فتح هون سيكن تربيع ثلاثة t زائد ثلاثة على اي قوتي طب هون ثلاثة سيكن تربيع طب هون فيش ثلاثة اذا بلغيه طب هون ثلاثة افتح قوس سيكن تربيع ثلاثة t زائد واحد على اي قوتي وفعلا هاي لو تسحب الثلاثة عام المشترك هاي الثلاثة شو بيظل بيظل سيكن تربيع ثلاثة t زائد واحد على اي قوة t اذا هذا هو الجواب الصحيح هو فرع دي اتمنى التركيز يا جماعة سؤال لما تيجي تحله غير لما انا قاعد بشرح لك ممكن انت قاعد عم بتشوف انه باخذ وقت لانه عم بشرح قاعد لكن انا بكرة في ورقة الامتحالة ما اجحل بحل بصمت فعيش زيك باخذ معك اذا انت متمرس منيح وقت اسرع بكثير من الوقت اللي انت هلا عم بتشوفه بمر يلا اذا كان f ال x و g ال x اخترانين قابلين للاشتقاق عند x تساوي واحد ما اعطيني g برايم الواحد تساوي واحد ما اعطيني g الواحد تساوي سالب اثنين f برايم الواحد ثلاث f الواحد سالب ثلاث بدي قيمة f على g برايم الواحد مش رقة قسمة في الدورات السابقة ايجا الضرب f.g برايم لرقم طب خلينا نغير ناخد قسمة يعني عساس ايش حتنقلب حياتي مئة الف مليون درجة اذا كانت قسمة عن ضرب اذا اجتك ضرب مشتقة الضرب الاول في مشتقة الثاني زي الثاني في مشتقة الاول طب اذا اجت قسمة مشتقة قسمة لا اله الا الله يلا المقام g الواحد في مشتقة البسط f برايم الواحد ناقص البسط f الواحد في مشتقة المقام g برايم الواحد على المقام تربيه g الواحد الكل تربيه خلص ترشو مطلوب منا فسا بس تعور بس بس طلع هاي بس تعور يلا تعال g الواحد وين g الواحد هايها واحد فيه f برايم الواحد هايها ثلاث ناقص f الواحد سالب ثلاث فيه g برايم الواحد كم واحد حلو g الواحد سالب اثنين اه اسف g الواحد سالب اثنين شايفين بقول لك فتح طب فتح 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 قبل ما تقولوا لي هاي g الواحد كم سالب اثنين g الواحد سالب اثنين هاي انا نقلتها واحد yep g برايم g برايم 1 على g الواحد الكل تربيه سالب ثلاثة سالب اثنين في ثلاث سالب ستة سالب وسالب موجب ثلاثة بواحد ثلاثة على سالب اثنين كل تربيه أربعة فبيطلع الجواب سالب ستة زائد ثلاثة سالب ثلاثة على أربعة هاي الإجابة سالب ثلاثة على أربعة اللي هي فرع سي يلا اللي بعده وقل لي جي أف اكس تساوي جذر ساين إكس ناقص كور ساين إكس أعطيني جي بغاية بس بديها بدلالة جي يعني لما أشتق بدي أحط في المشتقة المشتقة تكون فيها جي بدلالتها فاطلع هذا جذر يا جماعة جي برايم أوف إكس شو مشتقة الجذر مشتقة ما داخل الجذر عثنين في نفس الجذر نفس الجذر طب شو مشتقة ما داخل الجذر يلا كل حد لحال شو مشتقة الساين كوساين شو مشتقة آي الناقص شو مشتقة الكوساين سالب ساين ولا انت بين الإشارات سالب وسالب موجب وين جي أوف إكس فيش معونا الفكرة أنا أبدأ أبدلالة جي طب يا جماعة مش هذا الجذر هذا 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 شايفينه هذا شو هو ارجع حيلا هذا الجذر مين يساوي يساوي جي آه معناته هذا هيك بصير بصير كوساين اكس زائد ساين اكس على اثنين ضرب شيل الجذر وحط محله جي هاي الإجابة يعطيك الله في كوساين زائد ساين على اثنين جي معناته شوف كوساين ناقص ساين هاي تلغى ساين ناقص كوساين هاي تلغى عنده هنا سالب كوساين زائد ساين لا مافي سالب هون تلغى إذا الإجابة صحية هيا A cos زائد sine على اثنين G طبعا انت سمعوا يا حبيبي اسمعوا انتوا بتشطبوا خيارات بس مش لانك شطط خيارات وظل خيار واحد تحطه قارن الخيار اللي ظل نفس الاجابة يا حبيبي يا حبيبي اذا انت بتشطب ولانه هذا ظل قال بحطه الجواب سبحان الله رهيب رهيب بدينا غفاثة من اولها ترى انا مخنوق خلقة شباب انت بتشطب خيارات بظل خيار او اثنين خارن شوف الخيار اللي ظل بيشبه الجواب ولا لا اذا ما بيشبهه معناته انت مشطب غلط بيعملهاش تفسير او حل غلط يلا اللي بعده بقول لي عندي F X تساوي 3A X تربيع ناقص 2X زائد 2 بقول لي وكان المماس لمنحنة F أفقي عند X تساوي واحد يا جماعة مماس أفقي لا تفسير شو تفسيره المماس الأفقي عند X تساوي هذا يعني ان الميل يعني المشطقة عند الواحد كم تساوي صفر مماس أفقي ميله صفر يعني المشطقة عند X واحد صفر بدي ميل المماس عند النقطة مين X اثنين شو معناته بدي F برايم اثنين مش الميل المماس عنده نقطة هو مشطقة F أو مشطقة الاختران عنده تلك النقطة نقطة تباس فأنا معطيك ليش طب معطيني هاي هيك؟ لا F فيه مجهول فيه A فأنا عشان أجيب الA بدي أستخدم معلومة المماس الأفقي هيك بحكي أربط يلا شطقت F برايم الـ X تساوي شو مشطقت 3A X تربيع نزل 2 بتصير 6A X تمام ناقص شو مشطقت 2A X 2 حلو الآن F برايم مالش F برايم الواحد تساوي صفر عوض 1 6A في 1 6A ناقص 2 يساوي كم؟ يساوي صفر إنقل 2 وقسم تطلع A تساوي 2 على 6 يعني 1 على 3 هيطلع 8 قيمة A ممكن السؤال يقول لك إذا كان المماس أفقيا عند X تساوي 1 جد قيمة A يكتفي بقيمة A بس أنا مش مكتفي بقيمة A أنا كمان بدي خطوة زيادة معي قيمة A الآن برجع لمين؟ للمشطقة F برايم الـ X تساوي هاي إيه هاي 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 6 ضرب A يعني 6 ضرب ثلث يعني 6 على 3 2 X ناقص 2 هسا بدي المشطقة عند 2 بعوض 2 ويساوي 2 بـ 2 ناقص 2 يعني 4 ناقص 2 إذن بتطلع الإجابة كم؟ بتطلع الإجابة 2 بارك الله وزيكم الأمور إن شاء الله إنها ماشية يلا اللي بعده بدي ميل العامودي بيروا بالكم في هاي الأسئلة بتلاقوا ميل المماس في الإجابة ليه؟ لأن الطالب في بعض الأوقات بنسى بشتق وبعوض بطلع مع ميل المماس بختاروا ذلك بنسى إنه لازم يعمل كمان خطوة عشان يجيب ميل العامودي له سالب واحد على ميل المماس فأرجو التركيز أذى قراءة السؤال يا صناعي ضمني ضمني لني الواي وي مش موضع للقانون تساوي جذر 2x زائد 2 طب بقدر ما أخلي ضمني بقدر أعمله علاقة صريح خذ إيه للطرفين تصير وي تساوي إيه قوة جذر انت حر بس خلص وما أعطيك إحداث إكس وي للنقطة وهاي نقطة تقع على المنحنة يعني لو تعوض إكس بيعطيك وي 2 في 1 2 زائد 2 4 جذرها 2 لني الواي يساوي لنيوا يساوي إيه تربية يعني مش معطيك نقطة برة تفاهم ماشا 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 مش م matched CM أنا كطالب مش مهتم أوكي تطبع شو مشتقت لني الواي مشتقت مداخل الـ وي برايم على مداخل الـ يساوي يلا شو مشتقت جذر التربيع مشتقت مداخل الجذر على 2 في الجذر نفسه هاي 2 في الجذر نفسه شو مش تقتمها داخل الجذر معامل اكس اثنين حلو طيح اثنين مع اثنين بتروح عوض واي كم ما هو بقول لك اكس تساوي واحد واي تساوي اي تربية عوض واي براين على واي اي تربية يساوي واحد على جذر هاي كم دعوض واحد اثنين بواحد اثنين زائد اثنين اربع جذرها اثنين معناته بطلع من هون واي براين بتضرب التبادل هات ال اي تربيع هون بتصير اي تربيع اثنين طيب اي تربيع اثنين هاي مين بتمثل هسا طالب بيجي بلاقيها طوب بحطيه للخيار ايه ببلع صفر ممع ما انا قايل هاي مين المماز حبيبي مش تققى عند النقطة طب انت مين بدك لميل العمودي مين العمودي وسالب واحد على ميل المماز شفت الجواب اللي طالع معك يا صناعي اقلبه وضربه بسالب اقلبه وضربه بسالب اقلبه بصير اثنين على اي تربيع اضربه بسالب هاي سالب بصير سالب اثنين على اي تربيع فرع ديه شتان شتان بين الجوابين بالله عليك صح صح الدوائر تعتمد على التركيز ماشي يلا وسيطي اذا كان وي تساوي اثنين ساين تو تي اكس تساوي كوساين اربعة تي فانه مشتقة المعادلة الوسيطية يا السلام يا السلام دي واي على دي اكس تساوي بشتقل واي بالنسبة للبراميتر تي شانه براميتر اسابة نوع جهوه مش مهم بشتقل اكس بالنسبة للبراميتر تي ويساوي وين الواي ولا عينيك في طلاب لا اله الا الله بتشوف هاي واي مع انه هاي اكس كيف والله استاذ من التوتر نعميت شو اقول لك وانا ساحر شو اقول لك فتح هاي واي هاي 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 في البسط مشتقتها لانو في طلاب حتخربت حتحط هاي مشتقتها في المقام وهاي مشتقتها في البسط والاعطى المنيك ان انا حط لك الايجابة هاي نعم فانت بتكيف لقيت الايجابة طب اربع علامات ابلع صفر ركز ها كم مرة تركز اكثر محلية اسئلة يلا وين واي هاي هاي شو مشتقتها ثنين ثابت ساين تو تي شو مشتقته كو ساين تو تي فمشتقت الزاوية ثنين وفي ثنين بتصير اربعة هاي كو ساين شو مشتقته سالب ساين اربعة تي في مشتقت الزاوية اربعة صح نية بالمية عندك الاربعة مع الاربعة بتروح يساوي بتطلع على الاجابات يا استاذ يا استاذ هون فش كلها توتي 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 هون تدرك يا طالب يا حبيبي انه بدك تنتبه لشوي الترتيب ما في اربعة تي ما في اربعة تي لازم افكها كيف من خلال متطابقة من اجل انك تغير زاوية تحتاج متطابقة هاي المتطابقة هون شو المتطابقة المناسبة ساين اربعة تي متطابقة ضعف الزاوية كو ساين تو تي على شو ساين اربعة تي تساوي مش تساوي هاي ثنين ساين تو تي كو ساين تو تي ليش طول عمري باقول لك لا تكن حبيس الزوايا لأنه الطالب باصمها ساين 2x ساوي 2 ساين x كوساين x طب ساين 3x شو بتساوي بعرفش طب ساين 5x طب ساين 6x بعرفش ملقن حبيب هاي ضعف الزاوية هون النص هون النص يعني الزوايا اللي هون هاي ضعف طب اذا هون الضعف هون النص فامين العلاقة انت لا تكن حبيس x و 2x 4x 2x 2x أو 2T يعني ليش عملت هي عشان هاي مع هاي الطير صفة عندي 1 فوق على 2 ساين 2T لسا لسا ساين 2T في المقام والاجابات الساين موجودة في البسط طب شو اعمل تعرف ترفع الساين فوق تعملها كوسيكنت ولا عموخ ما سمعت فيها لا ساين سمعت فيها 1 على 2 هاي 1 على 2 ارفع الساين فوق بتصغير كوسيكن 2T نص كوسيكن 2T هاي برعبي اللي خربط اشتق ال x فوق ال y تحت هيلاغي نص ساين 2T هاي اللي اللي اشتق الكوساين نس السالب لما اشتق الكوساين هيلاغيها هون يعني انت فاهمين حطركم كل الخيارات اللي بنسى السالب واللي بنسى يقلب واللي واللي عشان حضرتك تكون ام صحصح انا مش طالب منك الا تكون ام صحصح يلا اوكي تسعة معادلة العمودة لمنحنا العلاقة واي تكعيب طبعا واي تكعيب ضمني يساوي ساين 2x زائد ساين x زائد واحد عند النقطة باي وواحد تأكد بلا عوضلي الـ x تساوي باي ساين 2 باي صفر ساين باي صفر زائد واحد فعلا الجواب واي بطلع واي تكعيب واحد يعني واي تساوي واحد تمام الان يا صاحبي بدي اشتق بس مين بدي معادلة العمودة حتلاقيني حاط لك ايش معادلة المماس ليه؟ عشان تهبد حتلاقيني للأماني هون انا يمكن ما حطيت معادلة حطيت كلها معادلات عمودة بس قاعدت ألعب بالإشارات لكن ممكن انت في الامتحان يتلاقي حاط لك احد المعادلات معادلة المماس وانت حضر تتمطلع ميل المماس ومكيف ومطلع المعادلة وتبلع أربع علامات لانهو طالب معادلة مين؟ العمودة يعني ميل العمودة سلو سالب واحد عميل مماس عنا في خطوة زيادة يلا عاظر بتطلع له اسمية المماس منه العمودي ثلاثة Y تربيع Y بايم عم باشتق ضمني شم اشتقت ساين 2X كوساين 2X في 2 اشتقت الزاوية شم اشتقت ساين X كوساين X شم اشتقت الواحد صفر عند النقطة pi وواحد يعني X تساوي pi Y تساوي واحد يلا يا صاحبي ثلاثة بواحد تربيع ثلاثة ضرب واحد ضرب Y برايم يعني ثلاثة Y برايم يساوي اثنين كوساين 2π كوساين 2π واحد في اثنين اثنين زائد كوساين الباي سالب واحد فصف عندك Y برايم تساوي اثنين ناقص واحد واحد عثلاث هذا مين هذا ميل مماس انا ما بدي ميل المماس انا بدي ميل العمودي شو قلت لك يا صناعي اقلب واضرب بسالب اقلبه بتصير ثلاثة عواحد يعني ثلاثة اضربه بالسالب سالب ثلاثة هو ميل العمودي خلص معناته الان اصلح معاك ميل والنقطة already واحد وبي معي يلا فباقول له معادلة العمودي Y ناقص باي يساوي الميل سالب عفوا باي واحد باي واحد باي واحد وواحد يعني Y ناقص واحد يساوي الميل في X ناقص واحد يلا دخل السالب اصبت شكل المعادلة Y ناقص واحد تساوي سالب ثلاثة X سالب ثلاثة وسالب موجب ثلاثة باي انقل الواحد على الجهة الثانية بتصير Y تساوي سالب ثلاثة X زائد ثلاثة باي زائد هاي فش معادلة الخط المستقل معادلة العمودي معادلة المماس Y ناقص Y واحد تساوي الميل عمودي أو مماس حسب وشو طالب في X ناقص X واحد هاي طبقت عليها مع النقطة وجبت الميل وزبطت الشكل هنا تزبيط تمام يلا سالب ثلاثة X طبعا تختنتبه هنا اللعبة بالإشارات سالب ثلاثة X موجب موجب هاي 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 سالب ثلاثة X زائد ثلاثة باي زائد واحد تمام الأمور طيب أستاذ قبل موعد إلك ساعة بتبهد الفينا وهالكنا وجد قرفتنا ونسيت السالب يا أستاذ أنا آس شوف يحق لك من هون لنهاية المراجعة إنك إنك تظل تتعيرني ناس السالب اللي هون أي أي ناسي ناسي فهون شايفين والله لا وحطي الجواب قد ما إني أنا خبيث وبتخابث خبث حالي طيب أستخابث عليك بس لا تتخابث علينا أحقكم على رأس والله العظيم الواحد يعني عادي عادي يا جماعة الحمد لله يعني الأخطاء هاي يعني بتقوينا بتعلمنا بس أهم إشي إنها مش أخطاء يعني لو سمق الله علمية مش هابد نسينا الإشارة يل اللي بعد بقول لي السؤال هذا القيمة العظمى المطلقة القيمة العظمى للاقترار كثير حدود في فترة طيب طلع علي حسا قدامكم خير بدك تطلع الحرجة F' X تساوي شتق 3X تربيع زائد 6X زائد لا خلص الواحد مشتقطها صفر 3X تربيع زائد 6X بدي أساويه بالصفر أطلع الحرجة إسحب 3X عامل مشترك تمام وأنا شو شو بيظل X لأنه 3X بX 3X تربيع زائد أخذت 3X هون شو بيظل 2 يساوي صفر فتطلع إما X تساوي صفر وبتطلع إما X تساوي سالب 2 وانتبه إنه معاك فترة من سالب 4 إلى 2 من سالب 4 إلى 2 هاي هاي من سالب 4 إلى 2 طيب الحرجات جو الفترة اللي طلعوا معاك ضروري يكون وأنا وأنا إيش أنا أنا عويل أجوه هاي السالب 2 وهي الصفر على صناعي قدامكم خيارين في طلاب شو بتعمل بتطلع صورة هاي صورة هاي صورة هاي صورة هاي بتشوف أني أعلى قيمة أو أقل قيمة حسب وطالب العظمة المطلقة أو الصغرى المطلقة وإذا مطلقة عادي يجوز إنها تكون طرف بس محلية أطراف ما فيه إحنا عام نحكي في المطلق أو في ناس تختبر تزايد وتراقص وبتنقي إيش لجبال اللي هي القيمة العظمة يعني هي شو بيعمل بأخذ عادي مثلا بين سالب underscore بأخذ السالب ثلاث بأوضوا هون سالب وهون الجواب سالب سالب في سالب بطلع إيش بطلع موجب وبأخذ بين السالب اثنين والصفر فيخذ السالب واحد سالب وموجب سالب وبأخذ هون قيمة موجب موجب بطلع إيش موجب فبقول لهم هنا متزايد هنا متناقص هنا متزايد بدور على البيك هاي بيك قمة وهونا جبل يعني فعندك عند الثنين وعند السالب 2 فيه قيم عظمة ليش أخذت الطرف عادي إنه يكون مطلق لأنه أنا بحكي عن قيم مطلقة لو محلي خلق بفش غير هاي قيمة عظمة محلية خلق أنا بديش محلي أنا بحكي عن المطلق فباجي بقول هنا فيه عظمة وهنا فيه عظمة بقارن F السالب 2 و F 2 بطلع الصور سالب 2 تكعيب سالب 8 زائد 12 4 زائد 1 5 حلو F 2 8 زائد 12 20 زائد 1 21 مين أكبر F 2 أكبر من F السالب 2 معناته مين العظمة المقامين أكبر 21 طبعا انتبه أنا ما قلت لك قيمة عظمة مطلقة عنده إذا عنده بتقول لي عنده X تساوي 2 عنده X تساوي كذا بس قديش قيمتها المطلقة هاي العظمة أو الصورة بدك تطلع صورة الاثنين اللي هي ايش 21 فرق منيها طب أستاذ لو سألتك انت الآن أنا نطلع بره تجوي شوي أنا لو سألتك قلت لك طب ماشي هلا الاثنين طلعت عظمة مطلقة طب هايش هتكون بتقول لي هاي محلية بس كانها داخلية طب لو كان الطرف لا محلية ولا مطلقة لا شيء لأن المطلقة أخذتها هاي وما في طرف هيكون محلية فخلص انت nothing بتكوني اوكي تمام يلا وقل لي هنا إذا كان آي هذا السؤال للأعداد المركبة مما معروف يعني واضح آي هو جذر السالب واحد بدي ناتج جذر الستة وثلاثين ضرب اثنين في آي قوة ستة وثلاثين جذر السالب ستة وثلاثين جذر السالب ستة وثلاثين ما وزع الجذر جذر السالب واحد في جذر الستة وثلاثين فبطلع كم ستة آي جماعة اللي هو جذر السالب ستة وثلاثين اللي هو جذر السالب واحد آي ضرب جذر الستة وثلاثين ستة فبطلع ستة آي ضرب اثنين في آي قوة ستة وثلاثين طيب على القوة اثنين آي ضرب اثنين هسا جماعة آي قوة ستة وثلاثين هاي شو بقدر أعمل فيها بدي بدي أنا بالنهاية بديها بدلالة أطلعوا الإجابات اثناش سالب اثناش اثناش آي سالب 12 اي ما بزبط الشيء اه هاي مش بقدر اعملها اي تربيع الكل قوة 18 ماهو 36 شو هي ما هي 18 باثنين طب ليه عملتها اي تربيع بالذات لانه الاي تربيع سالب واحد فصفيت انا سالب واحد قوة رقم اذا هذا الرقم زوجي سالب واحد قوة زوجي واحد اذا هذا الرقم فردي سالب واحد قوة فردي سالب واحد فخلص وضحت اللعبة فصفت اضرب ستة ضرب اثنين اطناش اي ضرب سالب واحد قوة 18 18 زوجي بقسم عثنين 18 عثنين كم؟ 9 اها سالب واحد قوة زوجي اذا واحد اذا اطناش اي ضرب واحد يعني اطناش اي اذا الجواب هو اطناش اي تمام يا جماعة فرع سي ركزوا على النمطية ركزوا على النمطية ركزوا على طريقة عرض السؤال مش ضروري تلاقي نفسه بس هتلاقي سؤال أعداد مركبة بنفس النمطية مش هما تقوليش والله اللي بيفهم كلامي وبركز عن نمطية وبيفهم الأفكار وبيتشربها وبركز على الملاحظات لعكيتها والله لا ينبسط في الامتهان وعد يلا يلا بدي مقياس العدد المركب هاته بس انا عشان اطلع مقياس عدد مركب لازم يكون على شكل x تساوي x زائد i y عشان اقول له المقياس يساوي تحت الجذر x تربيع زائد ايش زائد y تربيع صح ولا مش غلط بتقولي صح هل هذا بالشكل المطلوب لا انا عندي واحد زائد i عليه تربيع وعندي اربع ناقب ثلاثة i صح ولا لا تلحلح شوية صناعي تلحلح انا قاعد بجازك لأصعب اشي عشان يبقي جاك اللي تحت الاصعب تحت اقل تكون مبسوط يلا زبطه اهه معناته زت تساوي ما فيك التربيع مربع الاول واحد زائد اثنين بالاول بالثاني زائد مربع الثاني هسا الاي بدي حط عليها تربيع بتصير اي تربيع طب الاي تربيع شو سالب واحد فيه اربع ناقص ثلاثة i حلي واحد ناقص واحد بتروح صفة عندك اثنين i مضروب باربع ناقص ثلاثة i تمام معناته زت تساوي هسا بتدخل هاي جوة فبصير اربع ضرب اثنين i ثمانية i هاي ثمانية i وعندك ثنين i ضرب سالب ثلاثة i حب حب ثنين بسالب ثلاث سالب ستة i باي i تربيع سالب ستة باي تربيع طب الاي تربيع سالب واحد طب سالب واحد في سالب ستة شو بتصير موجب ستة اذا ستة زائد ثمانية i هسا هيك طلع على صيغة x زائد i y هس شو بعمل هسا بطيه المقياس مقياس المودولاس يعني تحت الجذر تربيع الاول حقيقي زائد تربيع من التخيلي ويساوي تحت الجذر ستة وثلاثين زائد اربعة وستين فبطلع جذر المية اللي هو كم عشرة مش تروح تختار ليها مية جذر المية يعني كم عشرة طيب يلا مرافق العدد المركب نفس الاشي هس عشان اجيب مرافق لاي عدد مركب لازم يكون على هاي الصيغة a زائد i b او x زائد i y شو بعمل بعكس اشارة الجزء التخيلي مش بعكس اشارة البالنص يعني ممكن اقلب لك ياهم يصيرون التخيلي وان الحقيقة تروح تعكس اشارة البالنص غلط انت عكس اشارة الحقيقة فعشان تجيب الكونجوغت او المرافق عليك عن تعكس اشارة التخيلي طيب هل هذا عاي الصيغة لا والله سفي اي تكعيب برا مضروبة بهذا القوس بدي ادخلها جوه طيب زبطها هسا يا جماعة زيد ما بدي ادخلها اي تكيب ليه ندخلها اي تكيب اي تكيب هي سالب اي ليه ما شو الاي تكيب اي تربية ضرب اي اي تربية سالب واحد ضرب اي سالب اي وجوه اثنين اي ناقص واحد يلا هسا بداخلها فبتصير Z تساوي سالب i ضرب 2i طيب سالب ضرب 2 سالب 2 i بi i تربيع سالب 1 في سالب 2 2 سالب وسالب موجب i ضرب 1i هاي العدد المركب هسا بجيب مرافقه دير بالك مرافق تابعه بحكس إشارة التخيلي 2 ناقص دير بالك مش تروح توقع 2 زيد i تنسى 2 ناقص تمام أسئلة مختارة بدقة ومكتوبة بدقة هي مش مختارة والله أنا كنت قاعد بألف سؤال سؤال عشان أحاول أوصل لفكرة سالشو الفكرة توصلها الفكرة توصلها أنه هنا أنا ما خليتك الطول مقياس العدد المركب ديريكت مثلا في امتحان الوزارة كان بده مقياس عدد مركب ديريكت حاطه على صيغة x زيد i y أنا ما أملته أنا أعطيتك كمان مهارة مهارة فك التربيع هون ومهارة الضرب للأعداد المركبة أنا هنا أعطيتك مهارة ضرب قبل ما أخذ المرافق فقاعد عم بخليك تستخدم أكثر من شغلة في السؤال الواحد هذا الإشي اللي بركز عليه فأنت ممكن تحس أنه كل إشي هنا عم بنحل مش 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 عم بنحل ديريكت لي بسرعة عادي هذا لا يعني أنه كل الأسئلة هتجيك في الامتحان هيك أنا أم بدربك بدربك ركز يلا سعة العدد المركبة طيب حتى أعرف السعة ضروري أنتبه للربع الربع الأول تان انفرس الربع الثاني باي ناقص تان انفرس الربع الثالث تان انفرس ناقص باي أو سالب برة افتح قوس سالب قوس باي ناقص تان انفرس ربع الرابع سالب تان انفرس أي ربع احنا كيف بقرر إشارة الريال وإشارة الاماجيناري الريال موجب اماجيناري هاي سالب وين الريال موجب والاماجيناري سالب ربع رابع الريال موجب اماجيناري سالب طب شو السعة في الربع الرابع الارجومنت هي سالب تان انفرس التخيلي الحقيقي بدون إشارة يعني ثلاثة على جذر السبعة وعشرين مشوهر لا ما ون في مهارة أستاذ أستاذ جذر السبعة وعشرين هي جذر السبعة وعشرين شو هي مش هي تسعة ضرب ثلاث ركزها صناعي طب وزع الجذر جذر التسعة ثلاث ضرب جذر الثلاث يعني جذر السبعة وعشرين هو نفسه ثلاث جذر الثلاث طلع القلب هاي شو بتعمل هاي سالب تان انفرس الثلاث هاي الثلاث جذر السبعة وعشرين ثلاثة جذر الثلاث شو صار ثلاثة مع ثلاثة راحت صفة سالب تان انفرس واحد على جذر الثلاث اه اه ايك شو تان انفر سوعة عجل الثاني باي عستة الزاوية اللي تانى اللي الثلاثين وفيه سالب فاسدواب سالب باي عستة سالب باي على ستة فرع ايه تمام مية بني يب بدي العدد المركب سالب سالب جذر اثنين زائد جذر اثنين ايه بالصيغة المثلثية تمام اول ايش اركز بالصيغة المثلثية لازم تيجي على صيغة ار بره اللي هو المقياس ايوة في قوس جواته كوسين الزاوية زائد اي ساين الزاوية فمبدئيا هنا ناقص مرفوض وهنا ناقص مرفوض اصلا لما يجينا ناقص انا بزبطه كيف برجع السالب هذا جوه بتصير ساين سالب الزاوية لازم تكون نفس الزاوية فبعطي سالب جوه الكوسين لانه اريد الكوسين شفاط للسالب فبصير لازم تكون الزاوية موحدة فهذا مش منظر فمنلغي هذا لازم يكون موجب فانت يا سي يا دي تعال نشوف انا عندي زد تساوي سالب جذر الزاوية زائد جذر الزاوية مو دولس زد اللي هو مين؟ ار بدي اياه صح اللي هو تحت الجذر تربيع سالب جذر الزاوية زائد تربيع جذر الزاوية اثنين جذر الاربعة بطلع اثنين مين زائد اثنين اربعة جذر الزاوية تبعا الساعة اللي هي الزاوية تساوي هنا انا عن ربع فاجب اتطلع طلع 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 الريال نيجاتيب اماجيناري بوزيتب صح ولا لا الريال نيجاتيب اماجيناري بوزيتب اي ربع ريال نيجاتيب اماجيناري بوزيتب وبعثاني أحسنت إذن pi ناقص tan inverse التخيل بدون إشارة يعني جذر 2 على الحقيقة بدون إشارة برضو جذر 2 حلو فبتطلب pi ناقص يلا جذر 2 على جذر 2 واحد tan inverse الواحد كم؟ pi أربعة لقد مولودها السهل pi ناقص pi أربعة وحد مقامات على أربعة على أربعة أربعة pi ناقص pi ثلاثة pi على أربعة إذن العدد في الصيغة المثلثية كالتالي z يساوي r كم r طلعت؟ 2 افتح قوس cos زاوية زائد i sin الزاوية الزاوية كم؟ ثلاثة pi على أربعة ثلاثة pi على أربعة شكرا وينو؟ 2 cos 3 pi على أربعة وانتبه هون 2 cos pi على أربعة لا احنا ربع ثانية أستاذ هاي ربع أول انتبه جدا في ناس عادي بتنعمي عن السالة بابا ما بعرفش ليه يعني بس هذا اللي بيصير تمام؟ تمام يال أها تكامل وقل لي ناتج التكامل هذا واحد على cos تربيع 5x واحد على شوف لازم يعني لازم أجهزهم تكامل يا جماعة واحد على كسان تربيع بعرفش كاملها بس بعرف انه حرفع فوق حيصير سيكن تربيع 5x أكد صح؟ ونفس الإشي زائد القس حرفع فوق وقل بإشارة القس واحد ناقص 5x لما ارفع على فوق حضرب بسالفة بصير 5x ناقص 1 خلص كامل شو تكامل السيكن تربيع تان الزاوية الخطية وبقسم على المعامل على خمسة أو بضرب بواحد عليه هي هي زائد نفس الإشهاد اي قوة 5x ناقص 1 وبقسم على المعامل احنا الآن في التكامل مش في التفق قبل شوي كنا أشتق أضرب ب معامل الزاوية أشتق أضرب بالمعامل هسه بكامل بقسم انتوا يعني آبا يا شباب بلا عليكم بلا تركزوا الله يرضى عليكم طيب يلا ويسا اها جاهز والله جاهز بص طبعا ايش ناسين السي احنا مش مشكلة يجعلها أكبر المصائب أخطاء المطوعية هاي ها يلا شو الإجابة طلع فوق أول شي هون طلع معاي موجب هون طلع سالب هون طلع سالب الغي خلص معناته يا هون يا هون مين اللي بيقرر طلع مين اللي بيقرر احنا شو طلع معانا اسحب الواحدة خمسة عمل مشترك شو بيظل جوه تاني خمسة اكس زائد اي قوة خمسة اكس ناقص واحد زائد سي تعال طلع هون اي قوة خمسة اكس ناقص واحد طلع هون اي قوة واحد ناقص خمسة اكس غلط اذا هاي الاجابة قارن كمان انت الاجابة طلعت معك قارن واحدة خمسة اي واحدة تاني خمس اكس هاي تاني خمس اكس زائد زائد اي قوة خمس اكس ما تسعد اي قوة خمس اكس يعني مش معنى انك شطبت خيرات تنسى انك تقارن جوابك باللي ظل هاي الفكرة اوكي طب يلا تكامل من صفر لباي عثنين ساين اكس زائد ساين تربيع سهل تكامل من صفر لباي عثنين وزع ساين لحاله يكامل زائد ساين تربيع بدينا استخدم لها متطابقة تقلس مين تقلس القوة هاي صح صح مية بالمية فبصير تكامل من صفر الى باي عثنين شو المتطابقة نص في واحد ماقص كوساين ضع في الزاوية ضع في الزاوية اه اوكي يلا اشتكامل الساين سالب كوساين من صفر لباي عثنين زائد هاي زائد النص هاي النص اشتكامل واحد اكس اشتكامل الكوساين ساين تو اكس وبقسم على المعامل ومن صفر لباي عثنين يلا عوض كوساين باي عثنين صف هاي السالب برا يا سيدي كوسين päي على ثين صفر ناقص كوسين الصفر واحد زائد هاي زائد يلا إنص هذه نص عور ép pied على ثنين ناقص سين الزر سين هي تعويض العلوي ناقص تعويض السفلة صفر ناقص سين الصفر صفر كله صفر فصف عندك دخل السالب هون سالب وسالب موجب واحد زائد نص في باي عثنين ناقص اسفار يعني باي عثنين ويساوي واحد زائد باي ضرب واحد باي على اثنين باثنين اربع اذا الاجابة واحد زائد باي الا او باي عربع زائد واحد ما بتفرق تير بالغ مش تنسى النص اذا نسيت النص هيطلع معاك واحد زائد باي عثنين وانا هيها هطلق ياها هتبلع برضو اربع علامات تمام تظلق انت اغلق وابلع علامات اه شو انا ساحر يا جماعة طيب تكامل من صفر لواحد اكستر بي زائد اربعة لأكز زائد اربعة الان طلع يا جماعة صناعي كثير حدود على كثير حدود هاي الحالة معروفة درجة البسط اكبر من درجة المقام درجة البسط اكبر من درجة المقام حلو قسمة قسمة واقسم اكستر بي زائد اربعة لو انه اكستر بي ناقص اربعة وتحت اكز زائد او ناقص اثنين ممكن احل بس او اكستر بي ناقص ستعش مثلا سلاعظه مجموع مربعين لا يحلل اه شتروح تحلل والله ما يا حبيبي اكستر بي زائد اربعة قارروح وطي لي اكز زائد اثنين اكس ناقص اثنين هاي اول كفر جرم ثاني جرم تحت اكز زائد اربعة شوني ما مين حتشطبها احنا نتحاسب على الاول اول اشي اقسم اكستر بي على اكس اكس اكسب اكس اكستر بي اكسب اربعة اربعة اكس اكسب 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 اك اعكس اشارات باي باي 4 زائد 16 20 فناتج القسمة بيقولك تكامل من 0 إلى 1 الباقي الناتج شو الناتج x ناقص 4 زائد الباقي على المقسوم عليه الباقي على المقسوم عليه خلص ويسار كامل اشتكامل x x تربيع على 2 ناقص اشتكامل 4 4x هاي ثابت على خطي الثابت كما هو في لن القيمة المطلقة للخطي واذا في معامل لx بقسم عليه انتبه لو كان 2x بقسم على 2 بس ما فيه من 0 إلى 1 يلا ويسار وحيا تعويض العلوي ناقص تعويض السفلة عوض للواحد نص واحد اثنين ناقص اربع تمام زائد 20 لن 20 لن الواحد وعشرين 20 لن الواحد وعشرين تمام اوكي عوضي السفلة صفر صفر عشرين لن صفر زائد عشرين لن العشرين فيه شيء من الصح خلاني اتأكد بالله اذا انا دقيقة بالله يا جماعة بس دا اتأكد من الملف اذا انا اه مغير اي شيء لان انا غيرت قبل المراجعة اشياء كثير وزبطت في الملف الجديم لا ما فيه اشياء هلا ايها ايها انا ااسب انا ااسب انا ما غيرت اشياء الامور طيبة ايجزائد اربع ليش حطرون ايجزائد العشرين لا اله الا الله الله استاذ لن تجيب لنا الجلطة انت كله تمام كله تمام كله تمام استاذ هون ايجزائد اربع عقلي في الاشرين حكوا علي هاي اثنين صفر يلا نص ناقص اربع اشرين لن يلا عوضنوا واحد زاد اربع لن الخمس عشرين لن صفر زاد اربع لن الاربع طيب نص ناقص اربع يا جماعة سالب ثلاثة ونص نص ناقص اربع سالب ثلاثة ونص يعني سالب سبعة اثنين واحد مقامات عاد واحد مقامات اضرق هاي بصير سالب ثمانية اثنين 1 ناقص 80 سالب 7 2 زائد طلع الان 20 لن الخمسة ناقص 20 لن الاربعة مش بقدر اسحب العشرين تمام؟ واخلي اللي الناد جوه لن الخمسة ناقص لن الاربعة اه سحبت العشرين عام المشترة فبتصير سالب 7 2 زائد 20 لن الخمسة ناقص لن الاربعة مش بقدر اعملها لن الاول قسمة الثاني يا جماعة احنا مش مولودين امبارع خلصنا اذا سالب سبع اثنين زائد 20 طبعا هنا زائد معناته بلغي هاي او اقول لك بلاش يا سيدا ابسطها لك تعال هون شو سالب سبع اثنين هنا موجب سبع اثنين الغي هون شو موجب سبع اثنين الغي معناته يا ايه يا بي سالب سبع اثنين زائد 20 لن ال 5 اربعة اه والله ايه فرق ايه قارن R سالب سبعة اثنين زائد عشرين لأن الخمسة أربعة إذن هاي بواي 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 تمام أعتذر يلا يلا يا شباب يلا 19 قيمة التكامل شوف يا صنع للأمانة أنا هو الحبيت أنه شوي يعني أتخابف أنا آسف كيف يعني أستاذ مستحيل أنك تقدر تكامل هذا بهاي الطريقة لأنه تحت الجذر غير خطي أنتم متعودين أنكم يكون تعويض أنك تفرض اللي جوه ومشتقته بره نعم بس إذا كانت مشتقته بره هل أنت شايف مشتقة بره لا إذا بدك تفكر بالسيناريو الثاني السيناريو الثاني بقول لك فكر بأنه يكون اللي جوه الجذر مفكوك أو يحلل لاقوسين شبه بعض عشانه يصير مربع كامل كيف يعني يعني تكامل من صفر إلى واحد تحت الجذر حلل هذا طلعوا الخبافة إكس تربيع هي إكس بإكس ناقص أي ناقص والثاني كما ناقص وناقص ناقص واحد واحد فصفة تكامل من صفر لواحد تحت الجذر إكس ناقص واحد لكل تربيع إكس بإكس ناقص واحد إكس ناقص واحد لكل تربيع فصفة يا معلم عندك إنه الجذر مع التربيع شو بروحه فشو بيتحول مش تنسى بتحول لمطلق مطلق إكس ناقص واحد هم تشو الخبافة بالموضوع إنه مطلق خبه كيف عملته حللت قوسين شبع بعض فصاروا تربيع تربيع مع الجذر طار وتحول إلى مطلق الآن خلص مطلق إكس ناقص واحد باع بسويه بالصفر تطلع إكس تساوي كم واحد خط صفر طلع طلع لا حول الله لا حول أورا قوة إلا بالله هاي الواحد خذ الصفر عوض صفر ناقص واحد سالب إذن هون سالب خذ أكبر موجم بتطلع معناته هنا واحد ناقص إكس يعني بضربه بسالب هنا إكس ناقص واحد طيب هو بده من وين لأوين هو بده من صفر لواحد من صفر إلى واحد وين الصفر هنا جاي الصفر وين الواحد هاي الواحد إذن انت رح تشتغل على الفترة مين النغатив اللي هو واحد ناقص إكس فبقول لي إذن هذا يحول بعد إعادة التعريف تكامل من صفر إلى واحد واحد ناقص إكس إيش دي إكس وين سالب يلا واحد ناقص إكس شو بأعمل فيها بتصور صيل في أخوي شتكامل واحد إكس شتكامل إكس إكس تربيع أثنين وعوض من صفر إلى واحد يلا عوضوا العلوي واحد هاي واحد ناقص واحد أثنين ناقص تعويض السفل صفر وصفر خلص واحد ناقص نص نص السؤال سريع ما فيش فيه أي إش تمام طيب هذا اللي بقول لك عنه إنه جذر جواته غير خطي بس مشتقته موجودة يا أستاذ إكس تربيع زائد ثنين إكس زائد اثنين مشتقته شتقته اثنين إكس زائد اثنين اسحب اثنين العمل مش ترغيز لا تكون غشيم أيها إكس زائد واحد طيب يلا طيب هاجي بقول بس عندك تحت الجذر إكس تربيع زائد اثنين إكس زائد اثنين بفرضها يو لأنه مشتقتها موجودة عندي يلا طيب معناته شو بقى ربيع الطرفين إذا بتحب وليش ربيع الطرفين أصلا ليش أفرض الجذر أنا 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 بفرض ما داخل الجذر مزبط أفرض الجذر كله بس لا لا خلص ما داخل الجذر يعني مش محتاج هال البهلوانية هاي كله خلص ما داخل الجذر بكف بعدين بقول له دي إكس يا جماعة شو تساوي تساوي دي يو على مشتقة اللي فرضته شو مشتقة اللي فرضته ثنين إكس زائد اثنين اسحب اثنين عامل مشترك صارت دي يو على اثنين في إكس زائد واحد سحبت اثنين عامل مشترك ليه؟ عشان يصير هيك تكعمل إكس زائد واحد هاي إكس زائد واحد على هاي الجذر جواته يو هاي يو في دي إكس شو بتساوي دي إكس؟ قال لي بتساوي دي يو على اثنين إكس زائد واحد عشان إكس زائد واحد مع إكس زائد واحد تروح صفى عندك تكامل دي يو على اثنين جذر اليو اثنين جذر اليو وديو في البسط تمام بعدين شو بأعمل هسه بكامل هسه هاضه يا جماعة شوف في ناس تستنبطها خلص هيك جاهز بلقطها كيف يعني بلقطها بقول له أستاذ هاي أصلا جوابها تكاملها جذر اليو زائد سي كيف بقول له بقول له أستاذ هسه جذر اليو أو جذر اليو شو مش ترقتها واحد على اثنين في الجذر هاي معناته تكامل واحد على اثنين في الجذر بلاش خلص اسمعت انت كثير قلقان عملها نص برا جذر اليو عملها يو قوة نص ورفعها فوق بتصير يو قوة سالب نص ديو ويساوي نص تكامل يو قوة سالب نص يو قوة سالب واحد زائد اثنين واحد على اثنين تقسيم واحد على اثنين يعني ضرب اثنين زائد سي فبتروح هاي معاي بظل يو قوة نص اليو شو جذر اليو زائد سي الان رجع اليو لأصلها خلص تحت الجذر شو اليو؟ هي إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 2 زائد سي هاي الإجابة جذر زائد سي مش واحد عالجذر ولا واحد عالثنين بالجذر باي باي هذول جوه التكامل ولا اثنين ضرب الجذر إذن صفتهاي هالجذر طبعا قارن جذر إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 2 زائد سي هاي تمام؟ تمام يلا السؤال بعد وقل لي عندك كرة ثلاثية الأبعاد وهنا رسمت لك الرسم عشان أخفف علي مركزها النقطة ايه واحد سبعة سارب ثمانية والنقطة بي تقع على سطح الكرة هاي النقطة ايه مركزها وهاي النقطة بي تقع على السطح المسافة من المركز لأي نقطة على سطح الكرة يمثل ار نصف القطر هاي اكيد هاي ار مثلا هون ار هون ار اي شوف اي نقطة اي مسافة بين نقطة اللي هي المركز ونقطة على السطح هاي المركز اه عفوا انقل المركز نصف القطر طب انا بدي طول القطر طول القطر يعني اثنين ار يا جماعة القطر كامل هذا يعني هذا كامله لتاحتين هذا القطر طيب انا بحسب ار و بضربها بثنين فبعجي بقول له ار هي المسافة بين النقطتين وانا مش مولود مبارح بي و ايه مش مهم او انا مين اول ليه لانو عم بتطلع طول مسافة هذا الطول لا يتأثر تحت الجذر تربيع فرق الاكسات تربيع فرق الوالة تربيع فرق الزدات تربيع فبوجود التربيع يلغى السالب فما عندك مشكلة بالترتيب بس لو عم باشتغل على فيكتورز لا مهم الترتيب فهون عادي مش فرق خلينا اخذ بيه ناقص ايه عادي او ايه ناقص بيه واحد ناقص واحد صفر تربيع زائد اثنين ناقص سبعة سالب خمسة تربيع زائد اربعة ناقص الناقص ثمانية اثماش تربيع فصفة ار تساوي تحت الجذر خمسة وعشرين زائد مية واربعة واربين ويساوي الجذر اجمع هذولا بيطلع مية وتسعة وستين صح اه طب جذر المية وتسعة وزد وستين طلتاش اذا ار تساوي كم طلتاش فبيجي الطالب اختار ايه ببلع سفر نسي انه انا طالب قول القطر يعني ار ضرب اثنين اه نعنك حكيتلي القطر يساوي اثنين يعني اثنين ضرب تلتاش يعني ستة وعشر اذا الاجابة هي ستة وعشرين الله يرضى عليكم انكم تصحصحوا وتندموا يلا خليل ناخذ كمان سؤال طبعا عدد دوار في الامتحان الوزاري خمسة وعشرين اتوقع اننا نحاط الثلاثين يمكن عادي انا مش مهتم هنا للعدد قد ما انا مهتم اني اراجع لك اقدر افكار اذا كان عندي نقطتين ا ك واربع وك في مجهولين وبي واحد وسالب اثنين وخمسة نقطتين في الفضاء وكانت سي اثنين واحد ثلاثة هي نقطة منتصف من اي بي يعني هاي ا وهاي بي بالنص بينهم في سي هذا النص قد هذا النص تمام هاي احداثياتها معاك اللي هي ك اربعة كيو وهاي برضو احداثياتها معاك اثنين واحد ثلاث والبي برضو معي واحد سالب اثنين وخمسة وشو بدو بدو قيمة كيو ناقص كيو هاي 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 كيو ناقص كيو مش اجت من اكس لا اي واكس لا بي جمعتهم وقسمتهم على اثنين يعني كي زائد واحد على اثنين هذول جوابهم اعطاني اثنين طلي كي اضرب تطلع كي تسوى اثنين باثنين اربعة ونقل الواحد تطلع كي ثلاث اربعة ناقص واحد نفس الاشي مين لكيو اذا جمعت لها الخمسة كيو زائد خمسة وقسمت على اثنين مين بطلع ثلاث فباقول لكيو زائد خمسة على اثنين يساوي ثلاث ومن هنا تطلع قيمة كيو كيو تساوي اثنين بثلاثة ستة ناقص خمسة تطلع واحد خلص هاي طلعت كيو طلعت كيو معناته انت شو بدك كيو ناقص كيو مش كيو سالب اثنين اذا حطيه الثلاث ناقص تطلع اثنين هاي ديروا بعدكم في ناس بتطلع خيمة كيو بتلاقيها بحطها وما انه مش طالبها لحالها في ناس طلع قيمة كيو بلاقيها ما بعرف انا ما بعرف كيف بتفكروا والله ما بعرف يلا ثلاثة وعشرين كم طع دائرة هم 24 25 26 اه 26 دائرة يلا يلا 23 وقل لي اذا كان عندي في تساوي ام واثنين وسالب ثلاث بصورة احداثية يعني ويو ثلاث وسالب اربعة وان صورة احداثية وكان ما اعطيني ناتج ثلاثة يو ناقص اثنين في يساوي سبعة سالب 16 واحد وعشرين اعطيني قيم ان و ام طيب يا جماعة مش انتكو يو انتكو في طبقوا اضرب يو بثلاث وين يو هايو اضربه بثلاث ها تعال ناقص وفي بدي اضربه باثنين بطلع جواب هذا الجواب بدي اساويه بالجواب اللي معي ولا في عندك حكي ثاني يلا الساب اضرب يو بثلاث بتصير ثلاثة بثلاثة تسعة سالب أربعة بثلاثة سالب اطماش وإن بثلاثة ثلاثة إن واضرب في بثلاثة باثنين عفوان اثنين ام أربعة سالب ستة يلا اجمع ياخوز تسعة زائد اثنين ام هاي تسعة زائد اثنين ام وسالب اطناش عفوا ناقص مش زائد اطرح إشارة بينهم ناقص أنا آسف تسعة ناقص طيب وسالب اطناش ناقص أربعة يعني سالب ستاش وعندك ثلاثة إن ناقص ناقص ستة تصير ثلاثة إن زائد ستة وهما معطيناك الجواب هايو يساوي أصلا الجواب الناتج هايو سبعة سالب ستاش وواحد وعشري والله العظيم إني قاعد بدربك على أعلى لفل والله هتنبسط 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 بنمتحان بإذن الله طلع علي حسن خلص طلعوا كيف سالب ستاش تساوي سالب ستاش يعني الـ X اللي هون لازم تساوي الـ X اللي هون الـ Y اللي هون لازم تساوي الـ Y اللي هون والزد اللي هون لازم تساوي الزد اللي هون لأنه نفس الجواب فيلا بقول له تسعة ناقص 2M لازم يساوي 7 بدل أماكن بتصير 2M تساوي 9 ناقص 7 يعني تساوي 2 ومنه M تساوي كم تساوي 1 نفس الإشي مين 3N زائد 6 لازم تساوي 21 إنجلس 6 تصير 3N تساوي 21 ناقص 6 15 اقسم على 3 إنه بتطلع 15 على 3 يعني بتطلع كم 5 إذن M1N5 سالب فش سالب فش M1N5 هيا بي هون M5N1 أكسهم لا إذن الإجابة صحية M1N5 وأرجو الانتباه والتركيز 24 عندي نقطتين في الفضاء وم هي نقطة منتصف AB عندي A وB نقطتين في الفضاء هاي ايه إحداثياتها 3 1 5 وB وB إحداثياتها 1 3 سالب 1 آه وهون عندي نقطة منتصف M شو إحداثياتها M؟ بعرفش بس بقدر أطولها كيف؟ ولا هذا النص قد هذا النص ثلاثة هسا علينا سؤال فوق ثلاثة زائد 1 4 2 2 1 زائد 3 4 2 2 5 ناقص 1 زائد الناقص 1 4 2 2 وقلي بدي بدي المتجه A M بدلالة متجهات الوحدة الأساسية A M آه A M خلينا نطلعوا بالصورة الإحداثية أسرع أول شيء معناته M ناقص A O M متجه موقع النهاية ناقص متجه موقع البداية O M ناقص O A يعني 2 ناقص الثلاث سالب 1 2 ناقص الواحد واحد 2 ناقص الخمسة سالب ثلاث يلا بدلالة متجهات الوحدة الأساسية سالب 1 I هات J هات K هات أنت مولود مبارح سالب 1 I هات يعني سالب I هات زائد 1 J هات يعني J هات ناقص ثلاثة K هات طبعا عندك 2 2 6 هنا الضعف 2 2 6 هنا الضعف إلغي إلغي ظل سالب 1 1 سالب ثلاث هاي سالب I أيها هاي فرسي طلع دي I ناقص جزاء الثلاث عكس هذا مضروف بسالب مش صحيح هذا M A M A انت بدك A M قلت لكم لما نتعامل مع فيكتورز بنتبه للترتيب وبنتبه لشو وبنتبه للإشارات يلا إذا كان هنا Q صورة الإحداثية لفيكتور Q ثلاثة سالب 5 أربعة بدي متجهة الوحدة طيب متجهة الوحدة لأي فيكتور أي Q فوقي مثلث صغير شو بيساوي الفيكتور بقسمه على طوله بقسمه على طوله تمام معناته ها أي الفيكتور ثلاثة سالب 5 أربعة على تحت الجذر طيب كم تتخوّل ثلاث تربية زائد سالب 5 تربية خمسة وعشرين طب أنا هون حطيت إلى تربية هون خمسة وعشرين يعني هون تسعة فعلا إن إنسان غريب أو خلص هون سالب 5 لكل تربية زائد أربعة تربية فصفة متجه الوحدة كي يساوي هسا ثلاثة سالب 5 وأربعة بدي أقسم المركبات على تسعة زائد 25 زائد 16 اللي هو جذر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غلط غلط لازم جذر الخمسين او خمسة جذر اثنين معناته يا راح اختار بي خمسة جذر اثنين يا راح اختار ايه خليني اكمله ويش ساوي ثلاثة على خمسة جذر اثنين فاصلة سالب خمسة على خمسة جذر اثنين فاصلة اربعة على خمسة جذر اثنين يعطيك الف عافية بظل بس ايش شوية تزبطات عندك هنا تعالي هون ثلاثة على خمسة جذر اثنين اوكي فسالب خمسة على خمسة بتقدر تختصرهم بظل سالب واحد على جذر اثنين وعندك اربعة على خمسة جذر خلص مين بختار ثلاثة على خمسة جذر اثنين هيها ثلاثة على خمسة جذر اثنين هيها اربعة على خمسة جذر اثنين اذا الجواب صحيح فرع ايه طلع الفرع اللي ظل ثلاثة على خمسة جذر اثنين سالب خمسة على جذر اثنين لا انا طليل معي سالب واحد على جذر اثنين انتبه تفاصيل تفاصيل مهمة يلا اخر وحدة في الضع دائرة بعدها منخش في المقالة يلا معطيني A ومعطيني B بده قياس الزاوية بين المتجهين معنا بدي أستخدم الضرب النقطة A.B شو بساوي طول A طول B في كوسين الزاوية بين A.B يلا أضرب سالب 2 في 3 سالب 6 زائد 1 في سالب 1 سالب 1 زائد 1 في 3 3 يساوي طول A يلا تحت الجذر 9 زائد 1 زائد 9 18 زائد 1 صح؟ أه 9 زائد 1 10 زائد 19 في جذر البي 4 زائد 1 زائد 1 4 زائد 1 5 زائد 1 كم 6 في كوسين الزاوية أنا بدي الزاوية طبعا الزاوية بتطلع كوسين انفرسة جماعة لمين لهاظ على هذول سالب 6 سالب 1 سالب 7 زائد 3 سالب 4 على جذر التساطاش في جذر الست طين الآل حاسم خلنا طول الآله الحاسم تمام؟ شيفت كوسين سالب 4 على جذر التساطاش في جذر الست في جذر الست تطلع الزاوية فالزاوية هتكون منفرج هيك حبايب نكون أنهينا اللي هي أسئلة الضع دائرة حاول قد ما أقدر أني ألملم أفكار أركز على بعض نقاط الضعف أشمل قد ما بقدر من أفكار ومن تركات ومن أشياء ممكن أنها تندمج البعض في الضع دائرة بعرف أنه الضع دائرة هون عم بتحس أنها طويلة في الحل أستاذ الدوائر اللي حتيجي بالانتحان نسبيا هي حلها أقل وأسرع أنا بلاحظ أنه كل الدوائر هون عم بيتغلب نوعا ما تقريبا أو لأنه أنا عم بجهزك وعم بدربك دائما للورست كيس خلينا نحكي اللي هو أعطى الإشي فإنت جاهز لأسوأ الظروف معناته لو ما كان أسوأ الظروف أنت حتبدع إن شاء الله يلا خلينا الآن ننتقل أنا وإياكم للأسئلة المقالية طيب ياب هسا عنا حبايب الأسئلة المقالية السؤال الثاني اللي هو جد المشتقة دي واي لدي اكس لكل أو دي واي دي اكس لكل مما ياتي عند القيمة المعطاء إذا أكل منها واحد اثنين ثلاثة أربعة خط لك أربعة طبعا أنت ممكن يجيك ثنتين أو ثلاثة يعني فس أنا قاعد قلت لك عم بدعمك بزيادة لأنه إحنا عم بالراجع بدنا نراجع مهاراتنا في الاشتقاق يعني أول وحدة تعال بس خليني شوي أصغر لخطوق يعني لو خلناها واحد فاصلة أربعة كويس وهذا واحد خليه هذا واحد فاصلة أربعة ونعمل هذا كمان واحد فاصلة أربعة يلا يا جماعة بدنا نختبر مهاراتنا في الاشتقاق كلنا منعرف نشتق بس تاريشتق وقت الامتحان توتر بحكم بي أستاذ تعال عندي هنا شوفت عينك دي واي دي اكس تساوي يا جماعة قسمة 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 في عندي بسط وفي عندي مقام يلا المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام المقام في مشتقة البسط خلينا بس إيش نكبرها شوي يعني لا تكون بخيل يا أستاذ حاضر المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربي عبي له في ايش يبدو تجهيز قبل ما اشطق عندي هنا تان تو اكس تمام هاي بقدر أعملها جذر اي اوف اكس خلص بعملها اي قوة اكس اثنين لأنه هاي اي قوة اكس الكل قوة نص بضرب النص بالاكس تصير اي قوة اي قوة اي قوة نص اكس هيك أسهل لك طيب المقام كما هو هاي ساين تو اكس زائد واحد في مشتقة البسط شو مشتقة تان تو اكس سيكنت تربيع تو اكس في مشتقة الزاوية اثنين شو مشتقة اي قوة اكس على اثنين نفسه في مشتقة مين الاس اللي هي معامل اكس مص وفيه سالب تمام ناقص البسط هاي البسط تان تو اكس ناقص اي قوة اكس على اثنين في مشتقة المقام ساين 2x شو مشتقتها كوساين 2x في 2 مشتقة الزاوية والواحد مشتقتها صفر على المقام تربيع مدام بدي عوض ما في دائل الترتيب خالما انتهيك ايك ايك ام اوض تعالي نعوض يلا dy عدي اكس عنده اكس تساوي صفر يساوي يلا ساين الصفر صفر زائد واحد واحد اي واحد فيه سي كانت الصفر واحد في اثنين اثنين ناقص نص في ايه قوة صفر ايه قوة صفر واحد اثنين ناقص نص يعني واحد ونص يعني ثلاثة اثنين اثنين ناقص نص تمام ناقص يلا تاني الصفر صفر ايه قوة صفر واحد فصفر ناقص واحد يعني ناقص واحد في اثنين في كوساين الصفر كوساين الصفر واحد في اثنين اذا اثنين على المقام تربيع ساين الصفر صفر زائد واحد واحد تربيع واحد فصف عندك خلص ثلاثة اثنين ضرب واحد يعني ثلاثة اثنين ناقص وناقص بتصير موجب اثنين بواحد اثنين فصف الجواب ثلاثة اثنين زائد اثنين واحد ونص زائد اثنين ثلاثة ونص يعني سبعة اثنين ثلاثة او واحد مقامات ثلاثة زائد اربعة اثنين هي هي تمام كأنه تليفوني برين تواني بالله مش وقتك خالص زي ما بيحقوا تمام يلا ليه بعده عندي اكس تربيع في لن زائد واحد عالجبه هاي بقدر اضبط شكلها قبل ما اشتق يعني بتصير واي تساوي اكس تربيع لن اثنين اكس زائد ثلاث زائد يعني هاي مش بقدر ارفعها فوق اه السكير معي قوة نص لما ترضى افوق بتصير اكس تربيع زائد ثلاثة الكل قوة كم قوة سالب نص تمام الكل قوة سالب نص لانه واحد على اكس تربيع زائد ثلاثة الكل قوة نص ارفع افوق فبقلب اشارة القص بدي اشتق وعور كم اكس تساوي يلا نشتق واي برايم اور دي واي بي اكس تساوي ضرب الاول في مشتقة الثاني شو مشتقة الثاني يا جماعة مشتقة ما داخل اللم اثنين على ما داخل اللم كما هو زائد الثاني في مشتقة الاول هاي الثاني مشتقة الاول شو مشتقة اكس تربيع اثنين اكس زائد هاي شو بعمل بنزل القوة سالب نص وبطرح منها واحد اكس تربيع زائد ثلاثة الكل قوة كم يلا سالب واحد سالب اثنين تصير سالب ثلاثة على اثنين ضرب مشتقة ما داخل القص اللي هي اثنين اكس انه اقترام مرفوع الى قوة هاي قاعدة سلسلة القوة يا صناعي لاحظوا هون عشان تكون عارف قسمة شملنا قسمة مشتقة دوائريات ومشتقة اسة هون شملنا مشتقة ضرب اكس تربيع ولن وهاي كمان مشتقة ايش قاعدة القوة سلسلة القوة يعني لاحظوا انا عم بحاول اشمل كل اشياء فيها اشتقاق عندك هون اثنين مع اثنين بتروح اصبت للمنظر شوي قبل ما تحوض عشان ما تنطبلش او ممكن عفكرة تعوض يعني تقول دي واي دي اكس عند اكس تساوي واحد عادي واحد ضرب اثنين اثنين على اثنين زائد ثلاث اثنين بواعد زائد ثلاث خمسة حلو زائد اثنين في واحد اثنين لن الخمسة اثنين اكس زائد ثلاث اثنين زائد ثلاث لن الخمسة تمام عندك زائد وناقص مين بفوز الناقص طيب عندك اكس هاي في البسط يعني واحد هس هاي يا جماعة مش مقدر انزلها تحت بتصير القوة موجبة ثلاثة اثنين عوض اللي جوا واحد زائد ثلاثة اربعة حلو ويسا اثنين على خمسة زائد اثنين لن الخمسة طيب ناقص هاي قصة اعملها الداخل على الخارج هاي ما ش بقدر اعملها واحد على الداخل ثلاث و الخارج اثنين يعني اربعة الداخل ثلاث و الخارج اثنين يلا جذر الاربعة اثنين تكايبها ثمانية يعني يا بتاخذ الجذر بعدين بتكاعب ياب encourages العده اربعة تكايب اربعة وستين جذغاء ثمانية يي يي صفا عندك الان واحد مقمات اثنين على خمسة ناقص وحدثمانية زائد اثنين لن الخمسة ويساوي واحد مقامات 16 ناقص خمسة 11 على خمسة بتمانية 40 تقدر تقوله زائد اثنين لن الخمسة وبتقدر ترفع اثنين فوق فبتصير انت حر يعني يعني عادي هاي صح وهاي صح زائد لن الخمسة تربيع لن الخمسة وعشري هاي صح وهاي صح تمام لانه بتعرفوا بقدر ارفع اي اشي جنب اللن قوة لما داخل ايش قوة لما داخل اللن طيب عندي هون واي تساوي تي تكعيب ناقص اربع لكل تربيع و اكس تساوي اثنين على تي زائد واحد هاي اش هاي طبعا هاي معادلة وسيطية واضح يلا المعادلة الوسطية دي واي اع دي اكس مشتقتها قلنا باشتق واي بالنسبة لتي وبقسمها على مشتقت اكس بالنسبة لتي يا شو مشتقت واي بالنسبة لتي بنزل اثنين بيظل تي تكعيب ناقص اربع لكل قوة واحد في مشتقة اللي جوا ثلاثة تي تربيع على هذا عدد اقتران يعني ثابت اخطي شو مشتقته يا صناعي سالب العدد في مشتقة المقام المقام مشتقته واحد على المقام تربيع سالب الثابت في مشتقة المقام على المقام تربيع رتب للمنظر رتب ولا اقول لك عون خلص ها يلا دي واي عدي اكس عند كم عند تي تساوي واحد يساوي اثنين ضرب واحد ناقص اربع سالب ثلاث ضرب ثلاث ضرب ثلاث على سالب اثنين على واحد زائد واحد اثنين تربيع اربع ويساوي هسا شوف عندك سالب مع سالب بروح وبتقدر تطير هاش مقام المقام هذا شايف بطلع على البصل او بتقدر تقول اثنين بثلاثة لا تضرب المقلوب اربع اثنين هي هي تمام بس عندك اثنين مع اثنين بتروح صفة ثلاثة بثلاثة ثلاثة ضرب ثلاثة وطلعت عندهم الاربع فبطلع الجواب كم ستة وثلاثين هون كم طلع الجواب تمام فهمتوا علي فهمنا عليك طيب هون عندنا السلسلة السلسلة اللي هي y بدلالة u u بدلالة x فy مربوطة ب u و u مربوطة ب x ف dy على dx dy dx تساوي dy على du du dx dy على du في du على du x تمام ويساوي يلا dy 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 على du تعزبط لي منظروا هذا أستاني y تساوي بقدر أعملها قوة اللي جوا 9 ناقص 4 u قوة داخل 1 والخير 3 قوة 3 يعني وهذا جاهز u تساوي sin قوة 4 x تمام هس شو بأعمل dy dy ع du شو بأعمل بشتق بنزل الثل فبتصير dy ها طب أنا ليش بشتقه هون بشتقه هون يط dy ع du بنزل الثل وبطرح منها 1 9 ناقص 4 u قوة 1 ناقص 3 سالة 2 على 3 ضرب اشتقت الداخل اقتران مرفوع لقوة بنزل القوة بطرح منها وعد بشتق اللي جوة يلا شو اللي جوة 9-0 سالة 4 يوم اشتقتها سالة 4 عارف انه صال موضوع دسم بس معليش معليش طايل شحطة صح صح تقاعد في البيت يا خوي ايه تقاعد في البيت انا اللي قاعد بعاني بس في داك ولا ولا أستاذك تحمل دمين لا والله بس يعني يعني نفسك بحيني حيني اما مش يلا يلا دي يو عدي اكس يا سلام ساين مرفوع لقوة بنزل القوة وبطرح من قوة الساين واحد صار ساين تاكين بشتقي الساين هاي اكسات وهاي يو يات طب وانا بديها عند اكس تساوي باي على أربع طيب حبي 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 المنظر عشوائي جدا زبط لي اياه بعدين بنقرر حسا حبيب عند اكس تساوي باي على أربع بقدر اجيب معها ما يو بدلالة اكس فلما اكس تكون باي على أربع اه قديش بتكون يو عوض يو تساوي ساين قوة أربع للباي على أربع قديس ساين الخمسة واربين يا صناعي ساين الباي أربع واحد عجذر اثنين فيو تطلع واحد عجذر اثنين مرفوع على القوة أربع يعني واحد عجذر اثنين في واحد عجذر اثنين في واحد عجذر اثنين منظر عشوائي سالب أربعة ضرب واحد على ثلاث يعني سالب أربعة على ثلاث وهذا أس سالب نزله تحت خليه موجب وعمله الداخل على الخارج بصير تسعة ناقص أربعة ضرب يو قوة داخل اثنين والخارج ثلاث نزلته تحت عشان يصير الأس شو موجب هسا بدأ عوض كم يو كم يو ربع هاي واحد على أس ضرب أربعة هاي أربعة ضرب ساين تكعيب الباي على أربعة في كوسان الباي على نفس المبدأ ساين تكعيب الباي على أربعة يعني واحد على جذر اثنين تكعيب واحد على جذر اثنين تكعيب وساين باي أربعة برضو واحد على جذر اثنين اجمع أسس واحد على جذر اثنين تكعيب ضرب واحد على جذر اثنين قوة واحد مش بتصير هاي واحد على جذر اثنين لكل قوة أربعة لأنه عنده ضرب تجمع الأسس طب ما أسطلعته كم واحد على أربعة يا السلام فبطلع الجواب يساوي سالب أربعة على ثلاثة ضرب بسم الله هس عندك ربع مع أربعة واحد فصفة تسعة ناقص واحد تمانية طيب أخذ لها تربيع أول بعدين جذر ولا جذر أنت حر أنا أخذ لها جذر تكعيبي جذر التكعيبي للثمانية اثنين تربيع أربعة ضرب أربعة ضرب هذولا كلهم حسبناهم بطلعوا كم واحد على أربعة يا دي هالأربعات يلا خلصنا عندك هاي معاي بتروح وهاي معاي بتروح صفة جواب سالب واحد على ثلاثة مهارات يعني إن شاء الله أنا أكون حاولت أشمل قد ما بقدر من من المهارات في السؤال فهمتوا علي؟ إن شاء الله أنا أكون اشملت قد ما بقدر مهارات في السؤال يا جماعة الخير تمام؟ يلا تعالوا دخل الآن على السؤال اللي بعده فيزيائي فيزيائي اللي هو حركة في خط مستقيم ويقوله يمثل اقتران سوف تي 2 تي تكعيب ناقص 12 تي تربيع ناقص 14 تي حيث تي أكبر أجساوي صفر موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم اس الموقع اكسي سورات اس الموقع وتي الزمن بالثواني جد اللحظة التي يعود فيها الجسم الى موقع الابتدائي حالة شائعة جدا متى يعود الجسم الى موقع الابتدائي عندما يكون اس تي تساوي اس الصفر موقع الابتدائي يعني موقع لما تي صفر فانا لما جيب موقعه لما تي صفر بعوض هون وبساويه باقتران الموقع معناته انا ساويت موقعه الابتدائي باقتران الموقع اجباري عشان اطلع اللحظة الزمنية اللي كان فيها الموقع هو الموقع الابتدائي فهمتوا علي فيلا اس تي شوي ما هي الا 2 تي تكعيب ناقص 12 تي تربيع ناقص 14 تي طيب اس الصفر عوض صفر هون صفر 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 بطلع صفر شرط انها دائما تكون صفر ممكن يكون هذا زائد 5 مثلا 2 تي تكعيب ناقص 11 تي تربيع ناقص 17 تي زائد 5 كله صفر زائد 5 اذا نجواب 5 فشو ما بطلع معاك حط عسا بقدر ابسط هاي اسحب لي 2 تي عامل مشترك 2 تي بظلهم تي تربيع ناقص 6 تي ناقص 7 يساوي صفر حلل 2 تي هون قوسين وبيدي احلل عندك تي تي ناقص ناقص وناقص موجب السالب 7 هي عبارة عن 7 و1 سالب 7 ضرب 1 سالب 7 سالب 7 زائد 1 سالب 6 اذا عندك هنا تي تساوي صفر هاي احتمال وعندك هنا تي تساوي 7 هاي احتمال وعندك هنا تي تساوي سالب 1 هاي هبدة هاي هبدة هاي مش احتمال أبداً هاي طولها شو لا يوجد ولا لا يوجد زمن سالب تعرفوا يعني يعني أوكي أنت مش ذنبك أنه طلع نتفق مش ذنبك أنه طلع الآن زمن سالب أنت ذنبك إذا بتغذب الحل يا لهوي يا لهوي إذا طالب بأخذ الزمن سالب مش بني آدم أنا آسف أنت مش بني آدم لأنه أنت كائم فضائي لأنه ما في بني آدم بيخد زمن سالب يخرب بيت يهودكو والقباها الشاشة جديدة بلاش تنكسر طيب متى يعود يا جماعة لما أنا أحكي يعود شو معنى هذا الكلام معناته الجسم انطلق وهو مش معقول أقول لك متى يعود وأنا واقف محلي طب أنا مطلعتش عشان أعود هستي صفر لحظة البدء أنا بدي أعتبر أنه طلع طلع معناته الزمن بلش يعد بعدين رجع معناته الصح هو تي تساوي سبع يعود بعد سبع ثواني على اعتبار أنه انطلق فهمتوا علي؟ كيف لما تطلع مشوار وأقول لك كم بدك وتقول لي والله أنا لما طلعتش أصلا أنت مطلعتش عشان كم بدك لا ترجع بس أنا ما بقول لك طلع الجسم فهمتوا علي؟ أوكي اثنين أعطيني سرعة الجسم لما ينعدم تسارع شان ينعدم التسارع؟ العدم اختفى يعني صار صفر تسارع تبعه صار صفر جيب اقتران التسارع أول شي بجيب اقتران السرعة ومنه اقتران تسارع السرعة V of T تساوي مش طقة الموقع هاي الموقع اشطقه 6 T تربيع ناقص 24 T ناقص 14 اشطقه الآن كمان مرة A of T تساوي 12 T ناقص 24 إن عدم يعني صار صفر بساوي بالصفر طلع T T تساوي 24 عطماش يعني كم 2 سكندس ثانيتين إذن لما T 2 التسارع بيكون شو؟ التسارع بيكون 2 معناته الآن شو بعمل؟ باجي بقوله انت بدك V 2 طيب V 2 كم 6 ضرب 4 24 ناقص 24 ب2 48 وعندك ناقص ايش؟ ناقص 14 تمام؟ اوكي هات خنحسب 24 ناقص 48 ناقص 14 فبتطلع سالب 38 متر في الثلاثين تمام تسارع الجسم عندما تكون سرعة سالب 32 الآن صارت السرعة تساوي سالب 32 فبساوي اقتران السرعة بسالب 32 هاي بقوله معناته انت بدك 6 T تربيع ناقص 24 T ناقص 14 تساوي سالب 32 انقل هاي هون فبتصير 6 T تربيع ناقص 24 تي ناقص 14 زائد 32 بتصير كم؟ 18 يساوي صفر اقسم على ستة بصير T تربيع ناقص 4 T زائد ثلاثة يساوي صفر فبتطلع T حلل T ناقص T ناقص ثلاثة وواحد فبتطلع T تساوي ثلاث تطلع T تساوي واحد انا بدي مين؟ بدي التسارع فباجي طلع شو الفرق؟ الآن بدي A الواحد وبدي مين؟ بدي A الثلاثة شو الفرق بين الثنتين؟ هلا بتشوف لحاله الجواب حيفسر حاله A الواحد عوض هي اقتران تسارع 12 ناقص 24 سالب 12 متر لكل ثانية تربية A الثلاث 12 في ثلاث 36 ناقص 24 موجب 12 متر لكل ثانية تربية شو الفرق؟ الفرق هنا السرعة تزداد يعني معدل تغير مش السرعة تزداد عفوا يتسارع معدل تغير السرعة موجب همتوا علي؟ آه عم بتسارع الجسم موجب معناته عم بتسارع سرعته عم تتغير بالموجب معدل تغيرها تمام الواحد سالب عم بتباطئ الجسم معدل تغير السلعة ايش؟ سالب تمام؟ اوكي ففي يعني خلينا نعتبر انه الجسم في لحظات زمانية في لحظتين زمانيتين كانت السرعة فيهم سالب 32 ما انا ما بعرفش شو ظروفه شو ظروف أهله اللي بتحرك انا بيهمني النتائج سالب 32 كانت عند لحظتين زمانيتين بس كل لحظة فيها التسارع مرة كان عم بالموجب ومرة كان بالسالب وانا مش طالب منك هذا التفسير انا طالب تحل حل عني سرعة الجسم عندما يعود الى موقع الابتدائي طب يا جماعة مش طلعنا متى يعود الى موقع الابتدائي مش طلعت تي تساوي 7 يعني يعني لا تكون بصيم ما انتا طلعت متى بيعود لموقع الابتدائي متى انطلق ورجع بعد 7 ثواني معناته بيدو سرعته لما يعني في 7 لا اله الا الله في 7 سرعته عن تي 7 كم وين اختراني السرعة هاي هاي عوض 7 هون 6 ضرب 7 تربية يعني 49 ناقص 24 ضرب 7 ناقص 14 تطلع السرعة 100 و 12 متر لكل تاني عوفت 7 في اقتران السرعة كمام يا جماعة حدا عنده اي استفسار حدا عنده اي مشكلة ان شاء الله انه لا طيب كمان سؤال سريع فيزيائي ايك فيه نكشة مخ وقل يمثل اقتران طلع 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 فيه ثابت تي تكئيب ناقص 3 ك تي تربيع زائد واحد موقع الجسم تحرض فيما صار مستقيم تي الزمن اس الموقع طلع وقل لي تسارع الجسم في اللحظة التي تنعدم فيها سرعته يساوي 12 متر لكل ثاني تربيع ايش تسارع الجسم يساوي يساوي 12 متر لكل ثاني تربيع متى وقل لي في اللحظة التي تنعدم فيها سرعته يعني لما سرعته صفر فانت بدك تروح تجيب الزمن من اقتران السرعة لانها انعدمت وتروح اقتران التسارع وتطلع الثابت عيد تسارع الجسم في اللحظة اللي بتنعدم فيها سرعته يعني لما سرعته صفر كان تسارعه اي 12 اشتغل عكل وعد لحال جيب السرعة V of T مشتقة الموقع شتق ثلاثة T تربيع ناقص 6 K T انعدم هاي انعدم صفر حلل اسحب ثلاثة T عامل مشترك بيظل هنا T ناقص 2 K يساوي صفر لما T صفر مش هتفيدنا لما T 2 K هاي اللي بدي انا بدي اطلع قيمة K انا بتطلع قيمة K طيب الان بجيب اقتران التسارع A of T اشتق السرعة 6 T ناقص 6 K معامل T خلص بيقول انعدمة السرعة يعني A0 تساوي 12 يعني A0 عندي طلع قيمتين متى انعدمة السرعة متى انعدمة السرعة لما T صفر كان اصلا لسه يعني ها بدو يطلع فاعتبر انه سرعته الابتدائية صفر ولما T تساوي 2 K التسارع في اللحظة اللي انعدم فيها سرعته انعدمة السرعة في لحظتين لما T صفر ولما T 2 K فبدي اطلع قيمة او قيمة ثابت كي بناء النواد الاندي مرة ايه الصفر اطناش المفروض هلأ بنشوف ومرة ايه ل2 K يساوي 12 مش منطق مش منطق هسا بتشوف تعرف ليه خلينا نتأكد خلينا نتأكد شو علي عوض لي بالله الصفر هنا 6 في صفر ناقص 6 K فصفة سالب 6 K يساوي كم يساوي ايه اتناش فبتطلع K تساوي سالب 2 طيب ترفض ترفض ليه لانه اذا K سالب 2 بصير الزمن سالب T تساوي 2 K اذا K سالب بصير الزمن سالب مستحيل اذا ترفض هذا كله يرفض فهمتوا علي اوكي طيب لما A لما T تساوي 2 K بجيب اعوض محل T 2 K 6 ضرب 2 K 12 K ناقص 6 K تساوي كم تساوي 12 12 K ناقص 6 K 6 K تساوي 12 اقسم اذا K تساوي 2 هاي القيمة الصح لانه K تعتمد عليها T واذا K سالب T سالب فانسا لا 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 مش منطق اصلا في اشي غلط تمام يا جماعة بعدين انتم ما تنسوا احنا عادة لما نطلع في لحظتين زمنيتين تمام عادة بيكون فيه تسارع موجب تسارع سالب صح فانت كيف يعني مش فاهم مش فاهم السابق في اشي ضربته انت كيف التسارعين زي بعض مبديش ادخل معاكو بامور فيه زي انسوا كل كلام اللي حكيتو ركز لي على هاي كيه سالب معناته زمن سالب معناته الغي الغي خلص هاي ابسط التفسيرات تمام تمام سؤالين على الفيزياء حلوات ان شاء الله انهم شاملات لما كل الافكار ننتقل على اللي بعده يلا السؤال اللي بعده بقول لي جد معادلة العمودي يا دي معادلة العمودي اللي اللي ما بتخلص هاي ركزوا معايا جماعة الخير جد معادلة العمودي لمنحنا العلاقة اكس تكعيب واي زاء ليه طب أستاذ بهونت الخطوات اللي بتعملها للمماز نفس الخطوات بتعملها للمماز نفس الخطوات بتعملها للعمودي انتوا فاهمين طبس العمودي خطوة زياد امباب انه يعني جد معادلة المماز شو فرق المين بس عندي طبعا علاقة واضح انها ضمنية واي واي تربيع واي مضغوبة بإكس تكعيب قصة عند النقطة اكس تساوا واحد طبعا شو قيل لي قيل لي واي اكبر من صفر هسا لازم يكون معايا جماعة الخير احداثي اكس احداثي واي لنقطة انا معي احداثي اكس طب كيف اجيب احداثي واي باجي على العلاقة الاصل باجي هون بقول له اكس واحد من اكس واحد بدأ عوض هون وطلع واي واحد تكعيب واحد ضرب واي واي زائد واي تربيع هي زائد واي تربيع يساوي اثنين في اكس تربيع اثنين بواحد اثنين زائد تسع في جذر واحد زائد ثلاث اربعة جذر الاربعة اثنين في تسع طمantasاش فصفة عندك وي تربيع زائد واي هي وي تربيع زائد واي عندك اثنين زائد طمantasاش 20 انكدلع على جه ثاني بقصل السالة ب20 يساوي كم يساوي صفر تمام حل عندك y هون وعندك y هون موجب هون وهون موجب في سالب سالب العشرين هي عبارة عن خمسة برب أربعة خمسة ناقص أربعة موجب واحد خمسة بسالب أربعة سالب عشرين إذن إما y تساوي سالب خمسة يا جماعة أو y تساوي أربعة لكن كيف بدي أختار هو محدد لك وقل لك y أكبر من صفر أي y أكبر من صفر يعني بأخذ الموجب فصفت إحداثيات نقطة التماس x1 y4 الآن بشتق وبوجد المال والمعادلة خلصنا فكانت آي الخطوة الإضافية فقط من أجل إيجاد إحداثي y للنقطة يلا x تكعيب y اشتق الأول ضرب في مشتقة الثاني y برايم زائد الثاني y في مشتقة الأول ثلاثة x تربيع زائد y تربيع 2y y برايم يساوي 2x تربيع 4x زائد 9 ثابت x زائد 3 تحت الجذر مشتقتها مشتقت ما داخل الجذر 1 على 2 في الجذر نفسه طيب الآن بدأ عوض x1 y4 يلا بسم الله عوض 1 تكعيب 1 في y برايم y برايم قاعد بطلع مين المماس ألا وهو المشتقة عنده نقطة التماس تمام زائد 3x تربيع y 3 ضرب x تربيع 1 تربيع 3 ضرب 1 ضرب 4 يعني 12 زائد 2 ضرب 4 ثمانية y برايم يساوي 4 بواحد 4 زائد عندك 1 زائد 3 4 جذرة 2 بالثنين إذن عندك 9 على 4 طيب الآن يا جماعة الخير بدي أضبط y برايم زائد 8 y برايم 9 y برايم يساوي عندك 4 إنقل 12 هون صفي 4 زائد 9 على 4 أي 9 على 4 زائد 4 ناقص 12 ناقص 8 واحد مقامات فتطلع 9 y برايم تساوي 9 ناقص 32 سالب صح 9 ناقص سالب 31 على 4 صح لا لا 9 ناقص لا شو 31 يا حبيبي 9 في 1 9 ناقص 8 ضرب 4 ثمانية 9 ناقص 32 سالب 23 لا حول ولا قوة على 4 تقسم الطرفين ها 9 فبتطلع y برايم اللي هي ميل المماس اللي هي المشتقة عنده نقطة 8 شو بتساوي سالب 23 على 4 ضرب 9 اللي هو 32 تمام نتأكد كمان مرة ما لشي الواحد مرة بصير لاخم 9 ناقص 30 32 سالب 23 على 32 نعم انا ما بدي ميل المماس انا بدي ميل العمود اشي قلتلكم يا صناعي قلتلنا يا استاذ اقلب هيقلبنا 32 على 20 23 وقضرب بسالب قبل روح السالب تمام فنتأكد كمان مرة معلش 9 على 4 زائد 4 ناقص 12 نعم بتطلع سالب 23 تقسيم 36 36 36 هاي مش 32 الله الواحد يلا بسيط 9 36 انا مش عارت ايش من خشابة 32 هاي 36 هاي 36 اذا هاي طلع ايش طلع ميل العمودي الان خلص بقول له معادلة العمودي هي Y ناقص احداث Y 4 يساوي ميل العمودي اللي هو 36 على 23 في X ناقص قد X واحد هاي معادلة العمودي طب لو طلب معادلة المماس Y ناقص 4 تساوي ميل المماس الوسالب 23 على 36 في X ناقص X واحد كانت الفكرة من هذا السؤال فقط ايجاد قيمة Y والاشتقاق الضمني واجاد ميل العمودي ايجاد قيمة Y طب لو قل لي Y اقل من صفر بوخذ سالب طب لو ما حكى بوخذي الثنتين فبطلع ميلين فهمتوا علي بس يعني ما اظن انها تكون طويل الى هالدرجة عشان في اسئلة ثانية يلا نشوف السؤال اللي بعد السؤال اللي بعده يا جماعة الخير كثير حدود وتزايد وتراقص F X اعطيني فترات تزايد تراقص والقيم القصة المعنية مبين نوع يلا باشتق والله ما قبل ما تطلع على الاقترام باشتق كثير حدود وهال F X تساوي يلا ثلاثة بنزلها جنب الثلث بظل X تربيل ناقص 2X ناقص 3 مشتقة مشتقت X تربيل 2X تتقت ناقص 3X ايش 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 ماليش انا بظلنا تطلع على الساعة بجينا يشعرات عم بتلهيني انا بدي اكسرها سالب 3 تم الارضع مشتقتها 0 وبدي اساويه بالصفر واوجد القيم الحرجي يلا هنا X وهنا X هنا ناقص وهنا ناقص في ناقص موجب ثلاثة هي عبارة عن ثلاثة بواحد ناقص ثلاثة زائد واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة في موجب واحد ناقص ثلاثة اذا بتطلع X تساوي ثلاثة وبتطلع X تساوي كم سالب واحد يعطيك ألف عفاة طلعنا القيم الحرجة بدي اطلع ايش فترات التزايد والتناقص فراحط هنا سالب واحد راحط هنا ايش ثلاثة يلا ومنهم بسم الله خذ قبل السالب واحد خذ سالب اثنين مثلا سالب اثنين سالب ثلاث سالب 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 اثنين زائد واحد سالب سالب في سالب موجب خذ رقم بينه صفر صفر ناقل ثلاثة سالب صفر زائد واحد موجب سالب في موجب سالب خذ رقم اكبر نثار خذ الاربعة موجب موجب اذا موجب في موجب بتطلع شو موجب هاي موجب سالب موجب تمام متزايد خلاص اصلي ضروري ضروري تكتب بس انا ضروري افرد ديك وان متزايد متزايد من سالب ما لا نهاية الى السالب واحد ومتناقص من ثلاثة للملانية طيب القيم القصة المحلية مبينة انه هراحض انه هنا في عندي عظمة محلية عنده خلاص بقول له عظمة محلية عنده اكس تساوي سالب واحد واذا بدي قيمتها صورة السالب واحد عوض سالب واحد تصير ثلف ناقص واحد زائد ثلاثة زائد اربعة ثلف ناقص واحد زائد ثلاثة زائد اربعة فصفت ثلف زائد ستة ستة زائد واحد على ثلاثة طمانطاع زائد تساطاش على ثلاثة وعندي وعندي صغره محلية عنده اكس تساوي مين ثلاثة صغره محلية صورتها اف الثلاثة تساوي ثلاثة تكعيب سبعة وعشرين على ثلاثة تسعة ناقص ثلاثة تربية تسعة تسعة ناقص تسعة بتروح لا تسعة زائد اربعة اذن سالب خمسة خليني تأكد الآن الحاسبة نعوذ كمان مرة سالب واحد تكعيب عفوا ، او assets سالب ثلثة سالب ثلثة سالب ثلثة بانوさالب واحد ف hablo س بتأكد كمان مرة عندك سالب 1 أثلاث ناقص 1 زائد ثلاثة زائد أربعة سبعتاش أثلاث نعم صحيح يلا السؤال اللي بعد إذا كان عندك طبعاً F في الإكس بساوي سين تربيع زائد كوسين إكس تنتمي للفترة من صفر إلى Y يفجد القيام القصوى المطلقة يا جماعة طيب بشتق F برايم الإكس شمشتقت سين تربيع ثنين سين إكس كوسين إكس شتقته ثنين سين مشتقت السين كوسين بنزل الفاور بطره وعد بشتق الإقتران مشتقت الكوسين سالب سين وبساويه بالصفر كيف دحلهاي اسحب سين عام المشترك وعك تقسم على سين بعتزل ثنين كوسين إكس ناقص 1 يساوي صفر إما سين إكس تساوي صفر فحتطلع سين اللي هي صفر واللي هي باي هذول أصلاً أطراف أنا بدي قيام داخلية أطراف ما هاي إجباري حيكونوا ضمن الحسبة وهون بقوله ثنين كوسين إكس ناقص 1 يساوي صفر معناته كوسين إكس إنقل 1 وقسم على ثنين يعني واحد على ثنين معناته إكس تطلع كم باي على ثلاث صح؟ مية بالمية فباجي باخذ خط أعداد صفر الباي بالنص باي على ثلاث اللي هي الستين يلا قدام أخيرين يعني بتطلع الصور وبتشوف أكبر قيمة وأصغر قيمة وإلى آخر يعني بين الصفر الباي على ثلاث لو بدي أخذ مثلاً الباي على ستة اللي هي الثلاثين كوسين الثلاثين جذر الثلاثة على ثنين يعني في الثنين جذر الثلاث ناقص واحد موجب يعني موجب وهنا من باي على ثلاثة لباي يخذ الباي على ثلاثين بتطلع سالب كوسين باي على ثلاثين صفر ناقص واحد في موجب واحد سالب يعني فمتزايد متناقص فلاحب عندك ف الصفر هنا صغرى وهنا صغرى هنشوف مين المطلقة ممكن قد بعض سين الصفر صفر كوسين الصفر واحد وعندك ف الباي سين الباي صفر كوسين الباي سالب واحد طيب عندك ف الباي على ثلاث سين الباي على ثلاث جذر الثلاثة على ثنين تربيع ثلاثة على أربعة زائد نص ثلاثة على أربعة زائد كوسين هاللي هو نص بتطلع الجواب خمسة على أربعة اللي هو واحد وربع صح؟ خمسة على أربعة واحد وربع يا جماعة طيب لاحظ مين أكبر قيمة هاي خمسة أربعة أكبر من الواحد إذن هاي قيمة عظمى مطلق مين أصغر قيمة هاي إذن هاي صغرى مطلق طيب هاي شو للأسف لأنها طرف فهي لا شيء لأنها الطرف يا مطلق يا لا شيء ومي مش مطلق هاي المطلق صغرى فهي لا شيء لو إنها داخلية كان بقدر أقول إنها قيمة محلية طيب افرض أنا قاعد بعطيك كل احتمالات في المراجعة افرض يا صناعي بدل ما يعطيك فانكشنين زي ما عطيتك كثير عدود أو دائري هاي هاخذنا على الحالتين أعطاك رسمة F برايم وقال لك هاي رسمة المشتقة الأولى على الاقتران F المتصل على الفترة من سالب 1 ل 3 طبعا هنا الدوائر مفتوح لأنه المشتقة عند الأطراف إشملها غير موجودة هاي رسمة المشتقة F برايم بس الاختران نفسه عادي بده فترات تزايد والتناقص رش إشارات يا صناعي صناعي إذا أعطاك خلاص الكلام إذا أعطاك رسمة F برايم وبده تزايد والتناقص بترش إشارات تحت المحور سالب فوق المحور موجب تحت المحور سالب خلص فبتيجي بتقوله بناء العلي قدامي بداية القصة من عند السالب 1 ونهاية القصة عند الثلاث وين صار تغيير من سالب لموجب من تحت لفوق عندي الواحد وعندي الاثنين هاي الواحد وهي الاثنين يلا من سالب واحد لواحد تحت إذا ناقص هاي ما هو سالب إنسخ من واحد لاثنين موجب من اثنين لثلاثة سالب إذن متناقص متزايد متناقص إذن وين متناقص وين متزايد متناقص من سالب واحد لواحد وأيضا من اثنين لثلاث متزايد من واحد لثلاث تمام تمام نص خمسة يا أستاذ الأمور إن شاء الله إنها إيش سالك قيم X التي يكون الاقترام قيم قصة محلية عندها في عندي قيمة محلي محلي داخلي عند الواحد صغرى محلية وعند اثنين إيش أظمى محلية إذن عنده X تساوي واحد في عندي صغرى محلية وعنده X تساوي اثنين في عندي أظمى محلية تمام اللي بعده طيب F إذا أعطاني رسمة F يا صناعي أنا قاعد أعطيك كل احتمالها رسمة F ركز معي يا صناعي إذا أعطاني رسمة F في الإكس شوف إذا أعطاني F برايم بشتغل على مبدأ فوق موجب يعني متزايد وعندي تحت سالب يعني متناقص فوق تحت موجب سالب طيب إذا أعطاني رسمة F يا صناعي متزايد وين بيكون F صاعد شو يعني صاعد؟ يعني بتكون المشتقة أكبر من صفر فبيكون متزايد وبتكون متناقص لما يكون F هابط نازل نزول يعني المشتقة أو الميل أقل من صفر يعني متناقص يا صناعي تعال وين F هون صاعد؟ والله أنا شايفه طلع من سالب ما لنهاية من تحت هايو فيه سهم هايو من تحت قاعد عم بطلع هايو عم بطلع عم بطلع صعود صعود وقف هون هنا صعود لاحظ من عند الثنين لحد الأربعة طلع يا صناعي قاعد عم بنزل هاي بلون ثاني طلعوا هنا صار عندي حالة هبوط 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 وقف رجع من الأربعة لحد المالة نهاية هاي فيه سهم لفوق عم بزيد بصعد 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 إذن هون صعود هون صار هبوط هون صار صعود كمان مرة فالفكرة وين صار صعود معناته المشتقة أكبر من صفر أكبر من صفر معناته متزايد وين صار هبوط معناته المشتقة أقل من صفر اللي هو الميل معناته إيش؟ متناقص وين صار صعود معناته المشتقة الميل أكبر من صفر معناته متزايد تعال الآن انعبي هذا الكلام اخطيش اخطي الاعداد باجي بحط عندي من سالب ما لنهاية لما لنهاية تمام وين صار التغيير من صعود لهبوط هون او من هبوط لصعود عندي اثنين هاي بحط اثنين وين ايضا صار هون عندي الاربع من هبوط لصعود هاي الاربع يعطيك الافي اذا من سالب ما لنهاية لحد اثنين كان بصعد اش يعني بصعد قلنا يعني موجب بتزايد من اثنين لاربع عم بهبط يعني تناقص يعني سالب من اربعة لما لنهاية عم بصعد معناته متزايد وخلص متزايد متناقص متزايد بدهاش روح على القاضي وين في قيم عظمى محلية في عنده اكس تساوي اربعة قيمة صغرى محلية وفي عنده اكس تساوي اثنين عظمى محلية اي شوفت اينك عظمى محلية وصغرى محلية عظمى محلية وصغرى محلية تمام تمام يس طيب السؤال الرابع جد ناتج العمليات الاتية على مجموعة الاعداد بالصورة القياسية ضربه قسمة وسهلة يلا يا جماعة هون عندك خمسة اي زائد ثلاثة ناقص اثنين اي مضروب بقوص بدخل على القوصة بصف عندك خمسة اي زائد ثلاثة ناقص اثنين اي باثنين ناقص اربعة اي طب ناقص وناقص موجب اثنين اي بآي اثنين اي تربيع يعني بتصير خمسة اي زائد ثلاثة ناقص اربعة اي هسا اي تربيع سالب واحد في اثنين بتصير سالب اثنين ثلاثة ناقص اثنين جمع الان بجمع الريال مع الريال والايماجنري مع الاماجنري ريال ثلاثة ناقص اثنين واحد خمسة اي ناقص اربعة اي 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 اذا الاجابة واحد زائد ايش واحد زائد اي تمام يا جماعة الخير في أي مشكلة ان شاء الله انه مافي اي مشكلة يلا تعالي هون. انتبه هنا ثلاثة ناقصِ 2i و هنا ثلاثة زائد ثلاثة عيي مش تروح تفكرها عدد مركب و مرافقه فملت تربع لي المنجل الني مش صحيح هذه الكلام وتوزع ضرب عاده ثلاثة بثلاثة بعدين الثلاثة بتلاثة اي بعدين الثلاثة بثلاثة اي بعدين الثلاثة اي Lithundae بعدين الثلاثة اي Hz بثلاثة اي يلا ثلاثة باثنين ستة عندك ثلاثة بثلاثة آي تسعة آي عندك سالب اثنين آي باثنين سالب اربعة آي عندك سالب اثنين آي بثلاثة آي سالب ستة آي تربيع ويساوي ستة زائد تسعة آي ناقص اربعة آي سالب ستة آي تربيع سالب واحد وسالب صر موجب ستة ستة زائد ستة اطناش تسعة آي ناقص اربعة آي 5i إذن الإجابة 12 زائد 5i تمام طيب اللي تحت عندي قسمة بس اللي تحت يا صناعي في عليه تربيع بدك تفكه وهذا بيصير 6 زائد 4i على فك التربيع مربع الأول ناقص 2 بالأول بالثاني زائد مربع الثاني الكل تربيع سالب 1 فعندك 1 ناقص 1 بتروح صفة عندك 6 زائد 4i على سالب 2i حس يا صناعي كيف بدنا نخلص من القسمة؟ بنضرب بمرافق المقام فش ريال بضرب اسمع أنا مشكلتي بi لما تكون i بس بالمقام يعني عدد بi أو i لحالة فش ريال بالعربي اضرب بi على i أو سالب i ما بتفرق بضرب بi على ويسع بسم الله i بi i تر بي يعني سالب 1 في سالب 2 بصير موجب 2 6 بi 6i 4i بi 4i تر بي i تر بي سالب 1 في 4 بتصير سالب 4 ويساوي سالب 4 على 2 سالب 2 6i على 2 3i هاي الإجابة تمام؟ بإذن الله إنه الأمور طيبة يلا هسا في الصورة المثلثية يا جماعة في الصورة المثلثية يا جماعة يلا بالصورة المثلثية عندي لما يكون في ضرب بضرب بالR بالR وبجمع الزوايا 2 بخمسة بقول له عشرة بعدين بجمع الزوايا خلص cos زائد i sine اجمع الزوايا عندك سالب 5 على 3 زائد 5 على 6 ها واضحة 5 على 650 ناقص 60 90 يعني pi على 2 وهي pi على 2 بدهوا يعقل الصورة المثلثية ولا بالصورة القياسية بالصورة القياسية هاي طلعت الصورة المثلثية عشرة cos pi على 2 صفر i sine pi على 2 واحد في i إذن الجواب عشرة ضرب i يعني عشرة طيب قسمة إذا قسمة إذا في قسمة بقسم الR على الR وبطرح الزوايا 6 على 3 2 هاي cos زائد i يلا اطرح 3 pi على 2 ناقص 2 pi على 3 يعني 270 ناقص 120 مية وخمسة صح خلنا نتأكد 3 والله الوعد بطل يثقف مخه 3 pi على 2 ناقص 2 pi على 3 تطلع نعم 5 pi على 6 اللي هي مية وخمسة طيب ويسا 2 في يا جماعة cos 150 هو نفس cos بس سالب نفس cos 30 بس سالب يعني سالب جذر الثلاثة على 2 زائد sinها موجب لأنه في الربع الثاني نص فنص الآن دخل 2 جوا دخل 2 جوا بصير 2 مع 2 بصف بسالب جذر الثلاثة وهنا 2 مع 2 برو زائد إذن هاي الإجابة تمام يلا الآن أنا وياكم ندخل على التكاملات عندي هذا السؤال سؤال مباشر وعندي كمان تكاملين حلوات بعدين إيش معادلة تفاضلية بندخل على المتجهات إن شاء الله إنها الأمور طيبة يعني أنا حط أسئل كثير بس الفكرة إنه قلتلكو هاي هي مراجعة ويعني إن شاء الله إنها تكون عم تشمل كل إشي ممكن إنه يجي بالامتحان يا رب عندي تكامل من 1 ل 2 4A A ثابت زائد 3X على 3X تربيع يساوي 4 زائد لن الثمانية على ثلاثة على فكرة هذا الجواب يعني يعني تكامل من 1 ل 2 بده قيمة إيه وزع المقام 4A على 3X تربيع بتصير 4A على 3X تربيع زائد 3X على 3X تربيع يعني 1 على X DX اختصر 3 مع 3 وX مع X تربيع شو بيساوي تعرفوا أني بقدر أزبط الجواب أكثر 4 زائد هاي 1 على 3 يا جماعة لن الثمانية خلوا في بالكوا أنه لن الثمانية ممكن تتزبط بناءا على ظروف الإجابة اللي حتطلها هون تعالوا خلينا نشوف هاي نكشة أنا حتطلها يلا شو تكامل A ثابت 4A على 3 ثابت كله بيظل 1X تربيع شو تكامل هذا X تربيع سالب 1X رجع هذول يعني سالب 4A على 3X هيك تكاملها كيف يا سيدي شايف هاي ارفعها فوق بصير X خوه سالب 2 تكاملها X خوه سالب 1 على سالب 1 ضرب الثوابت اللي معها تمام شو تكامل 1X لن مطلق X وعوض من 1 إلى 2 يساوي يلا عوض 2 سالب 4 على 3 ضرب 2 سالب 4 على 2 يا جماعة سالب 2 A على 3 إذن سالب 2 A على 3 زائد لن 2 أو وضع 2 هون هسا تعويض السفلي سالب 4 A على 3 وسالب بتصير موجب 4A على 3 ولن الواحد صفر انسا شو بيساوي طلعوا شو بديعمل شايفين اللي بقولكو هاي قابلة للتزبيق لأنه لن الاثنين أنا بدي أشطب بدي أظبط معناته هاي تساوي 4 زائد ثل لن الثمانية مش هي عبارة عن الثلاثة بزيتها هون عشان اتطير مع الثلث يعني اجمعوا نسائل ب2A زائد 4A 2A هاي 2A على 3 زائد لن 2 يساوي 4 زائد الثلاثة مع الثلث بروح انبي ظلمين لن 2 يعطيك العافية صناعي لن 2 مع لن 2 بتروح صف عندك 2A على 3 يساوي 4 خلص اضرب تبادل 2A يساوي 2 ومنه A تساوي كم 6 فهمتو افهمنا يلا عندي هسا سؤالين تكامل حلوات لطيفات بسيطات سؤال يعني حيجيك تعويض أجزاء ممكن جذر هيعطيت لك جذر تكامل cos على جذر sin زائد 1 طب يا جماعة قدامك خيرين لكن نصيعة أخوك الجذر قلتلكو أنا في الشرح افرضوا على بكرة أبي كيف يعني يعني طلع بدي أفرض جذر sin أقول لك زائد 1 كمان كله كله المقام بي أفرضوا U إنجل الواحد على الجهة الثانية طبعا تقدر تفرض الجذر لحاله عادي صف عندك جذر sin X يساوي يساوي ناقص 1 ربع الطرفين صير عندك يا صناعي sin X يساوي U ناقص 1 تربيع الفكرة هون بدي أستغل الجذور وأستغل التكامل بالتعويض يعني فكرتين مش فكرة تمام هسا شو مش طقت sin cos X DX يساوي شو مش طقت هاي 2 U ناقص 1 DU تمام تعالي هون ارجع التكامل هاي الكوسين هسا المقام كله جذر sin زائد وحد كله شو فرضته U هاي U تمام برض هسا بدي DX لحالها يا جماعة بدي DX لحالها فبقول له DX لحالها هي عبارة عن 2 U ناقص 1 على cos DX قسمت الطرفين عcos تبقى جي DX شو بتساوي 2 ناقص 1 على cos DU بتروح هاي مع هاي شو بيظل بيظل 2 برة تكامل 6 برة عشان ما تنسى U ناقص 1 على U DU وزع ويساوي هاي 2 تكامل تكامل U على U واحد ناقص واحد على DU U واللي فرض الجذر لحاله بزبط بس هيطلع معاك 2U على U زائد واحد صح ها فبدك تعمل قسمة طويلة حلنا السؤال على القسمة فوق الدوائر ويساوي 2 شو تكامل الواحد U ناقص دخل 2 تكامل واحد على U 2 لن مطلق U زائد سيرجع الآن U لأصل لها 2 في U هي عبارة عن جذر ساين X زائد واحد ناقص 2 لن جذر ساين X زائد واحد زائد س تمام وبتقدر أنت طبعا تفرض جذر الساين لحاله ممكن يصير اختلاف بسيط في الجواب بس لأنه عادي الفرق بالثوابت الثوابت أنت بتقدر تجمعها كلها مع سيت يتبرون كلهم سي ثان يعني عادي تمام تمام السؤال اللي بعده تعويض ثم أجزاء عم بحاول أركز تعويض ثم أجزاء كيف يعني يعني الوس مشتقته هيا بر وبدي أرجع للفرض يعني بدي أقول أنه يو تساوي 2x تربيع الوس كله معناته dx تساوي du على مشتقة اللي فرفته 4x وبرجع للتكامل الآن عندي تعلي هون تكامل بدل الحدود عوض الصفر صفر عوض الواحد ضرب 2 2 x تكعيب هاي x تكعيب في اي قوة يو صارت dx تساوي du على 4x معناته عندك x مع x تكعيب بيظل x تربيع طب x تربيع من وين بجيب من الفرض الأصلي ببدلها يا صناعي من هون x تربيع تساوي 2 x تربيع تساوي 2 بدي x تربيع لحالها فصف فزدت الاربعة برا وفي اثنين جاياك كمان هاي الواحد اربعة برا تكامل من صفر لاثنين ضل x تربيع شو بتساوي u على 2 في e قوة u du يعني تكامل من صفر لاثنين واحد على ثمانية هاي واحد على ثمانية اللي هي اربعة ضرب اثنين في اثنين ضرب اربعة u e قوة u du هذو اجزاء يا صناعي كثير حدود في اي قوة خطي معناته بفرض الواي اي رمز هو u معناته dy هو du يا صناعي اجزاء هيتعويض ثم جذور هيتعويض ثم اجزاء امزبطك طب dv هي e قوة u معناته v تكاملها e قوة u بعدين بحكي y ناقص تكامل v dy تباجهم بقول له ويساو في واحد على ثمانية برة تنسهاش اذا بتنساها يعني تمام اذا بتنساها بحب اقول لك تمام بس شو اعمل u في اي قوة u هاي u في اي قوة u ناقص تكامل من صفر لاثنين اي قوة u d u d u هون مش dy d u تمام شو تكامل اي قوة u خلص احنا ليش بدنا يعني نشتشد لحبان ناقص تكامل اي قوة u d u شو تكامل اي قوة u نفسها اي قوة u عسى هذا كله بدأ عوض فيه من صفر الى اثنين فصفه واحد على ثمانية فيه صفر اي عفوا اثنين اي تربيع ناقص اي تربيع اثنين اي تربيع اي تربيع اي تربيع ناقص تعويض الصفر صفر ناقص اي قوة صفر واحد طيب ناقص اي السفلي الناقص واحد بتصير موجب واحد فبطلع الجواب اي تربيع زائد واحد اثنين مبدع 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 اذا فكرة التكاملات نعم طويلة حطيت لك جذر مع التأويض وحطيت لك تأويض ثم اجزاء مش هذا لا يعني انه كل امتحان رخم لا والله بس قاعد قلتلك بحاول احظرك لاسوء السيناريوهات تمام تمام فضل معي للي بعدها طيب يلا صناعي يا محترمين نبدأ الان باللي بعده اللي بعده اللي هو فرع دي عنا اذا كان اف برايم اقرأ وليق لهم استنى شوي يلا عنا يا طلابنا وقل لي اف برايم اف برايم تساوي اثنين تن تربيع زائد ثمانية كوسان تربيع يمثل مي للمماس لمنحة للاقتران اف طب يا جماعة مي للمماس شو بتعرف عنه استاذ انا معرف انه مي للمماس هو المشتقة سبحان الله طب ما يمعطيك المشتقة معناته هو معطيك ايش اف برايم اللي هو نفسه مي للمماس لمنحنة مين لمنحنة اف شو مشتقة اف اف برايم شو مي للمماس شو الميل تبا اف برايم الميل هو المشتقة تمام بده قاعدة الاقتران مدام انا معاي المشتقة وطالب قاعدة الاقتران اف الاكس يعني لانه انا اللي معاي F'x الذي يمر منحناه بالنقطة هاي هاي النقطة نستخدمها لإيجاد C ثابت التكامل لأنها لحعمل تكامل صح 100% تعالوا هلأ دعونا نرتب الأمور بس أكتب الألوان هاي أخضر وهاي الpoint أوكي معلش أنا آسف يعني بس هاي مش عارف لش في الظلة تتغير تمام وهذا لأ خمسة كتير يأ بسم الله يا جماعة أنا معاي F'x شو بيساوي هاي يقلي بيساوي 2 tan تربيع x زائد 8 cos تربيع x أنا مين بدي بدي F'x طب F'x كيف بدي أجيب F من F' بدي أكامل المشطقة F' dx ويجا نفس نمطية السؤال هذا بكل الامتحانات الوزرية السابقة فعادي يعني مش أول مرة تمام ويساوي تكامل من F' هاي 2 tan تربيع x زائد 8 cos تربيع x dx شكرا مبارك الله فيكم هذا تكامل عادي يعني يلا هسا أستاذ بدنا نستخدم استراتيجياتنا ومهاراتنا في التكامل بس الحالي هل التان تربيع يكامل؟ لا بدنا نستخدم له متطابقة حلو طيب يا صناعي هل الكوسان تربيع يكامل؟ لا يا أستاذ بدنا نستخدم له متطابقة يعني مهارات التكامل اللي بنعرفها اللي تعلمناها تمام ويساوي إذن F' X يساوي تكامل يلا يا جماعة هاي الثنين ما إلك فيها التان تربيع شو هو؟ ما هو سي كان تربيع x ناقص واحد وبدأ دخل عليهم الاثنين مية بالمية زائد هاي الثمانية ضرب الكوسان تربيع يا جماعة رح نستخدم له متطابقة تقليص مين؟ تقليص القوة اللي هي نص في واحد زائد كوسان 2X ضع في الزاوية ولا تكن حبيس X و 2X ضع في الزاوية تمام هاي جماعة ثمانية عثنين أربعة هاي الأربعة هتدخل على القوس فبصير عندك تكامل يلا دخل لاثنين بصير اثنين سي كان تربيع X ناقص واحد في اثنين يعني ناقص اثنين وعندك الأربعة هتدخل بصير أربعة بواحد أربعة زائد أربعة كوسان 2X هذا كله DX قاعد بجهز التكامل يلا F في الاكس تساوي تكامل الآن ثنين سي كان تربيع هاي ثنين سي كان تربيع ومين كمان عندك أربعة كوسان 2X هاي أربعة كوسان 2X شكرا الآن عندك الثوابت لأ أنت مفرقهم اجمع ناقص اثنين زائد أربعة كم؟ زائد اثنين ناقص اثنين زائد أربعة زائد اثنين DX يعطيك ألف عافية أنت الآن جاهز أنك تعطي إجابة التكامل اشتكامل الثنين في سي كان تربيع يساويها الثنين ثابت سي كان تربيع اشتكاملها تان طيب حلو اشتكامل الأربعة كوسان 2X الأربعة ثابت بالظل طيب كوسان 2X شك تكاملها ساين 2X على معامل الزاوية اثنين فأربعة على الثنين بتصير اثنين ساين 2X طيب شك تكامل اثنين بلزقها في اكس اثنين اكس زائد C خلصنا تكامل الآن بدنا نوجد مين ثابت التكامل كيف بدي اوجده معك نقطة بيقول لك يا مر بالنقطة باي على أربعة وباي على ثنين زائد خمسة هاي اكس وهاي واي يعني محل كل اكس بده احط باي على أربعة ومحل كل واي ليه F في الاكس يعني باي على ثنين زائد خمسة فبحكي محل F في الاكس او F في الباي أربعة باي على ثنين زائد خمسة يساوي مين F في الباي على أربعة يعني دعوض محل كل اكس ايش π على 4 يلا تاني π على 4 1 ضرب 2 بتقولي 2 طيب π على 4 ضرب 2 π على 2 سينل π على 2 1 ضرب 2 برضو 2 طيب 2 ضرب π على 4 π على 2 زائد C يلا طلع قيمة C عندك π على 2 مع π على 2 بتروح صفة 5 تساوي 2 زائد 2 4 زائد C إذن من هون يا جماعة بتطلع C تساوي كم انجل الاربع خمسة ناقص اربع تطلع قيمة سي تساوي كم تساوي واحد اذا هلأ منيجي بحط محل سي قيمتها افل اكس تساوي اثنين اتان اكس زائد اثنين ساين تو اكس زائد اثنين اكس زائد واحد الله يعطيكو الف احبي فبس فكرة انه خلص خلاص الكلام انا معاي مشتقة استاذ بدي اكامل المشتقة اجيب منها الاقتران ومعاي نختر اطلع منها قيمة سي يلا ندخل الان عسئلة المتجهات طبعا انا قلتلكو هاي المراجعة فيها اسئلة اكثر من اسئلة الامتحان الوزاري لكن النمطية مهمة جدا انا جاي اضربك عنمطية اليوم نمط نمط شكل تمام يلا شوها المتجهات خفيف لطيف بقول لي في متوازل اضلاع A B C D هاي A B C D تمام بقول لي اذا كانت النقطة F هي نقطة منتصف B C تاخن ترجم وين F هي جاي منتصف B C يعني هذا النص قد هذا النص تمام وايضا بقول لي G هي نقطة منتصف D C هاي D C وهاي G فعلا يعني هذا النص قد هذا النص تمام بقول لي وكانت B D تساوي A وين بي دي هاي بي وهاي دي هاي تساوي ايه تمام بي دي تساوي ايه تمام وماعطيني اي دي وين اي دي هاي ايه وهاي دي هذا بيساوي بي هايو فيكتور بي هذا مين اي دي يساوي فيكتور بي تمام وقل لي وكانت اي اي تساوي ثلاثة اي بي هاي يعني بتفيدنا اللي هي AE تقدر تعاملها هذا فيكتور يعني الفيكتور AE يساوي ثلاث أضعاف الفيكتور مين? EB تمام؟ هاي كلها معلومات عم بجمعها اكتب كل مما يأتي بدلالة A و B بدي الفيكتور مين? الفيكتور AB بدلالة A small و B small بدلالة هذولين طيب طلعا يا صناعي أنا دايماً بعلم الطلاب شو بقولهم بقولهم ها واحد انت مين بدك؟ بدي AB تعرف شو بقولهم؟ مين البداية A و مين النهاية B؟ معناته بتقوله بابنلش بالبداية A وبنهي بالنهاية B وباخذ ايش؟ باخذ تحويلة بالنص كيف يعني باخذ تحويلة؟ يعني أنا بدأ روح من A لB صح؟ ما بروح من A لB direct بروح من A لنقطة ومن النقطة لمين؟ لB كيف التحويلات اللي بالشوارق؟ مثلاً امتيجي بدك تفوت على دخل بتقولك تحويلة روح على الشمال بعدين يمين فبتطلع على المكان اللي انت بديك يا نفس المبقع انا بدأ روح من A لB طب مش بقدر اروح من A لD ثم من D لB هاي A D ثم D بي اذا انا بدي اختار هاي D تكون تحويلة كمان انت تكون دكي بالاختيار لانه A D معي و D B معي صح؟ انت لأ استاذ معك B D عادة باكسها اطربش اذا انت مولول مبارح يلا تبدي اخذ D تحويلة ويساوي A D من A ل D مين؟ B معي ولا عكس السهم؟ لا معي اذا بحطها موجب زائد هسا من D لB انا هيني رايح من D لB كم؟ انا معي B D A هسا بدي D B هيني رايح؟ عكس السهم يعني السهم هيك وانا رايح هيك عكسه اذا بحط سالب A فبس فبطلع الجواب B ناقص A هاي اعطيتك الجواب بدلالة B small و A small شكرا اثنين بدي E B طيب طب يا جماعة E B يلا شو قالنا لأستاذ فخري؟ قالنا ببلش بالبداية وبنهي بالنهاية هاي من E لB وبحكي زائد باخذ تحويلة وين E؟ هاي E وين B؟ هاي B اه طب ليش الغلبة؟ في طريقة حلوة طب أستاذ هاي مش بحتاجة يعني شو تحويله؟ سمين وين أروح؟ أروح من E ل D ومن D طب ليه ليه ليه؟ طب ما E دي مش معك آه بس اتذكر دائماً انه في معطيات بالسؤال لازم تستغلها كيف يعني؟ طلع شو ما أعطيك؟ ما أعطيك انه A E تساوي ثلاث أضعاف E B وين A E؟ هاي 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 طب يا جماعة هذا كله ظلع شايفينه A B شو بتساوي؟ A B مش بقدر أحكي انه هو عبارة عن A E زائد E B عادي قسمتنا نقطتين لا جزئين A E هاي القطعة الأولى زائد E B هاي القطعة الثانية وأنا معاي انه A E تساوي ثلاث أضعاف E B حلو أنا توبقدر أبدل واحدة بدلاتي الثانية طب A B كيف أجيبها؟ بتقدر تجيبها انت قريدي جبتها هم؟ انت جبتها بالفرع الأول انتبه حاول أربط الفرع ببعض من الفرع الأول أنا جبت A B طلقت معاي B ناقص A هاي ليه ما أستخدمه هون آه انت مين بدك أستاذ؟ أنا بدي E B آه يعني أستاذ خلاص هذا ما إلو داعي الكلام باجي بابني على اللي كتبته هون حلو يلا تعال هاي وعد فصل اثنين يلا هس أنا مين بدي E B طيب E B يا جماعة شو بتساوي؟ شو بقدر أطولها من هنا هي A E على ثلاث يعني ها هاي عفوا أنا بدي E B الظل فبدي أخلص من A E بدي أشيلها وحط مكانها E B عشان اتظلها E B مع E B وأجمع مطلق قيمة طيب حلو A E مش بتساوي ثلاث أضعاف E B وها زائد E B 100% فبتطلق ثلاثة E B زائد E B يعني بتطلق أربعة E B شكرا إذن بوصل لنتيجة أنه أربعة E B يساوي A B شكرا طيب أربعة E B حلو؟ شو تساوي A B؟ قديش A B؟ هي B ناقص A اقسم الطرفين على أربعة فبتصير E B تساوي واحد على أربعة في B ناقص A فعلا تعال كمان طلع مين هسا A E تساوي ثلاثة E B طب E B هي واحدة أربعة B ناقص A وضربها بثلاثة بتصير ثلاثة على أربعة B ناقص A طب تعال هون A B طلعت معانا B ناقص A عشان تأكد أنه ما يتروح A E كم طلعت معانا؟ ثلاثة على أربعة في B ناقص A زائد E B طلعت واحد أربعة B ناقص A ثلاثة على أربعة زائد واحد على أربعة 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 يعني واحد ضرب B ناقص A اللي هي نفسها مين؟ A B تمام؟ إذن هاي طلعت معانا الإجابة طب ثلاثة بدي E F أي هاي طلعت بدي مين؟ E F وين E F؟ وين هم؟ هاي E وهي F هاي طيب يلا ببدأ بE وبنهي بF وبوخف تحويله بزبط أروح من E إلى B هيك ثم من B إلى F بزبط هاي B تحويله يعني؟ هاي طيب بسأل حالي سؤال E B معي؟ آه طلعتها بالفرع السابق هاي طب B F مش معي بس بقدر أطلعها كيف؟ تساوي F تساوي F تساوي نص B C ما هي هاي نقطة إيش؟ منتصف بما إنه هاي نقطة منتصف يعني هذا قدهار يعني B C لو قسمته ع اثنين بيطلع هاي وبطلع هاي مهما قدهار صح ولا لا؟ بتقولي آه إذا الآن مش مشكلتك أنت في B F ولا مشكلتك في F C مش مشكلتك في هذا النص ولا مشكلتك في هذا النص مشكلتك في الجزء الكبير كله لو عرفته بقسمه ع اثنين طب يا الله ما أسهله أستاذ هذا متوازي شو قلّك؟ متوازي أضلع يعني شايف هاي هي نفس اللي قبالها يا جماعة طب ما هاي هي B معناته هاي كاملة B C قديش بدها تكون آه أستاذ B C بدها تكون قد اللي قبالها مين اللي قبالها A D قديش طب A D ما هي معي B A D سوي B معناته هاي B طب ما دامها طلع لو هاي معي هاي هاي شايفها معي معناته هاي قدها لأنه اللي قبالها A B آه يعني A B أفكرة معي أنا طلعتها اللي هي B ناقص A معناته هاي كمان B C هي B ناقص A كمان أنا قبال بعض 100% قد بعض وقبال بعض أوكي أوكي معناته خلص أنا بجيب B F معناته باجي بقوله حلو باجي بقوله E F تساوي E B احنا طلعناها على فوق اللي هي ربع في B ناقص A زائد B F قلنا B F هي منتصف أو نص يعني B C نص B C يعني نص كم B C B خلص اجمع الحبائل يلا دخل الربع بتصير ربع B ناقص ربع A زائد نص B شكرا اجمع تطلع E F تساوي يلا ربع B زائد نص B ثلاثة اربع واحد بقامات اضرب هاي بثنين اثنين على أربع زائد واحد على أربع اذا بتطلع ثلاثة على أربع B ناقص نص واحد على أربع عفوا هاي طلعنا اذا يا جماعة هيك بنكون طلعنا البديوية A B طلعت هالقد و E B هايها طلعت هالقد و E F اللي هو طلبها طلعت هالقد بدلالة كله A و B طيح A و B اسمه الفرع الرابع هادا نكشة انا ضفته وارجع انك تركز فيه يعني بل كيك تتعلم لك مهارة جديدة طلعش بقوللي هادا انا ضفته كنت ايكم مخمخ شوي بقوللي اذا كانت النقطة N هاي N هاي هاي مالها بقوللي طقى على الضلع B D بحي بحي نسبة B N ل N D تساوي 5 على K نسبة B N ل N D تساوي 5 على K وكان A N يساوي B ناقص 2 على 7A فجد قيمة الثابت طيح جماعة ترشو تعمل جيب A N وين A N هاي 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 ايه وين ايه هاي ايه وهاي N هاضي هاي A N شايفينه هاضي هيك من ايه لأ فاجي بقدر احكي ايش هاي A N يساوي بابلش بالبداية وبنهي بالنهاية استاذ ما هو معي ما انا عارف انا بدي اجيبه بعدين اقارد اه طيب بدي اروح من A ل N في تحويل اه بقدر اروح من A ل D ثم من D ل N يعني من هيك هيك 100% اذا من A ل D ثم من D ل N ما عندك مشكلة طب استاذ A D معي اه A D معي اللي هي B تساوي تساوي B زائد هسوانا المشكلة D N D N هتجيبها من موضوع النسب يا جماعة استعالوا اقلمكم كيف تتعاملوا انا كيف بتعامل مع النسب انا كيف بتعامل مع النسب باجي باجي بقول B N واندي هذول الفنتين هاي B N وهي N D على الضلع الكبير B D طب كيف بدي اجيبهم اشطب الحرف المكرر مين بظل B D اذا الكبير اللي حاكم هذا وحاكم هذا الكبير اللي هو B D اللي هو ماخذ كل الحصص ماخذ حص الخمسة والK يعني خمسة زائد K فبقدر من هون شو احكي اقول اه بدي انسبهم للكبير نسبة B N من الكبير احذف المكرر من الكبير B D كم تساوي كم تساوي خمسة B N خمسة من B D الثنتين مع بعض جمعهم خمسة زائد K حلو لانو هذول الثنتين للكبير حصة كاملة هاي حصة هذا منه وهاي حصة هذا منه طب حصته كله كامل كم الثنتين تمتوا علي؟ اللي هو حاويهم الثنين اها وكذلك N D نسبتها K من الكبير اللي هو B D نسبتها K من كم من خمسة زائد K تمام حلو وبعدين ولا قبلين تعالي عم D N طب اجيب N D طب من هون من هون ها بجيب مين N D هي نفسها D بس ما معكوسة يعني N D شو بتساوي اضرب تبادل هات ال B D هون ال B D معي أستاذ ال B D معي لا بس بقدر اجيبها اه كيف أستاذ مثلت بروح من B ل A من A ل D معي B A و معي A D او بروح من B ل C و من C ل D وهاي قد هاي وهاي قد هاي ايا هي اوكي اها فبحكي انه كيف على كي زائد خمسة في B D هسا دور اجيب مين B D هباجي عجنب اجيب B D هاي B D باقولكم نكشة ببلش ب B وبنهب D وبوخف تحويل تعالوا هاي انا بدي اروح من B ل D كيف بروح من B ل A ثم من A ل D او من B ل C ثم من C ل D سيم سيم نفس الاشي بتاعوا خنوخذ A من B ل A ثم من A ل D طيح استاذ B A معك لا انا معي A B انا مش B A انا معي A B اللي هي B ناقص A طب B A شو بعمل بعكسها بضروبها بسالم يعني اذا A B B ناقص A معناته B A ايا A ناقص B اذا باجي بحط A ناقص B زاد A D معك لا A D معي أستاذ من A ل D هاي ها بي هاي بي فبتطلع B D B D تساوي A A ناقص B B دقيقة شوي B لا عفوا ما هو اه معي اه فكرة معي ايه طب ما هو معي انا اسف انا جاعد بفكره مش معي معي ما اعطيني اياه بالسؤال B D تساوي ايه حكه علي انا جاعد بحسبه يعني طيب تحسب اشي معك يا استاذ انا اسف معاي جاعد بحسب اشي معاي مش مشكلة انا اسف سقطت سهوا يلا B D معي ايه وهي نفس الاشي طلع ايه هاي فخلص باجي بقول له اه معناته N D يساوي K على K زائد خمسة ضرب مين ايه اللي هو B D بمسك هاي وين بحطها هون فصفى يا جماعة كالتالي طلعوا A N يساوي A D اللي هي B زائد هذا D N هاي K على K زائد خمسة ضرب ايه بس رح اضربه بسالب بتعرفوا ليه لانه هنا N D هنا شو D N قلبة الاحرف هاي معناته هتضرب الجواب شو بسالب فهاي بتصير سالب تمام فهاي بتصير سالب لانه الاحرف انعكسك K على K زائد خمسة في مين في A يعطيك الاحرف خلص هو معطيك كم قيمته A N B ناقص 2 على 7 حسر داك تقارن داك تقول له هاده يساوي B ناقص 2 على 7 A ها اها يلا قارن B هايها B موجودة متساويات و A هايها A موجودة معناته اجباري حتى زي ما تساوت ال B معلبيه لازم وزي ما تساوت المعاء هذا 2 سالب 2 على 7 ايه لازم طلعوا شو لحكي لك باقول له لازم يا أستاذ هذا المعامل يساوي هذا المعامل لازم يا صناعي تكون هذول قد بعض يعني لازم سالب K باقيه على K زائد خمسة تساوي سالب 2 على 7 لازم لانه ايه أنمالوش صيختين انه صيغة الصيغة انت ما أعطيني اياها والصيغة اللي انا حسبتها لازم يكونوا زي بعض وإلا في غلط انت كيف صيختين كيف حالك لازم السؤال موحد لظروف يعني فهمتوا علي خلص يعطيك لها معناته اجباري هذول يتساون فخلص بطلع قيمة K من هون فباجي بقول له عندك سالب ما سالب يروح اضرب تبادل كيف 7 7K يساوي 2 في K 2K زائد 2 في 5 10 هنقلها يا عجية ثانية 7K نقص 2K بتصير 5K يساوي كم 10 اقسم الطرفين على 5 تطلع قيمة K تساوي 2 تطلع قيمة K تساوي كم تساوي 2 وبارك الله فيكم والسؤال طويل نوعا ما وغلب لكن للأمان فيه فكرة والفكرة ما كانت في اللي فوق الفكرة كانت بس هذا هذا شايفينه رقم 4 اللي فوق كلها مطاليب عادية رقم 4 اللي أنا ضفته بصراحة هو اللي أعطى نكهل السؤال وطريقة تفكيري جديدة إنه أنا A-N معي ورحت أنا جبتها بطرق الجمع الهندس تبع المتجاد مثل ذات وساويتهم ببعض لازم الصيغة المعطينيات تساوي الصيغة اللي أنا حسبتها معناته هاي B-B هاي A-A معناته لازم معامل A يساوي مين معامل A ويطلعوا إيش قد بعض تمام؟ بتقولي تمام أرجو أنكم تكونوا هيك يعني تعلمتوا ولو إيش جديد من هاي الفكرة يلا خلينا الآن نكمل ما تبقى من أفكار على المتجاد طيب يلا اللي بعده هذا السؤال يعني شوف هاي الأسئلة عم بحاول أني يعني أنا وعقا ما بقدر بقولي مثلا متجها الموقع للنقطة L والنقطة M معطيني يوم هذا متجه موقع النقطة L انتبه انت للترتيب L أول أي L أنا أعطي هذا L والثاني M تمام على الترتيب جد متجه الموقع للنقطة N التي تقع على L M علما أن L N تساوي نص N M طلع شو قصده لو إجينا قربنا لكم الموضوع أكثر قلنا لكم مثلا هاي عندي خط زي هيك هاي عندي مثلا هنا النقطة L وهنا النقطة M هاي هنا L وهاي هنا M تمام قلت لكم فيه على هاي القطعة نقطة N تمام تقع بس كيف تقع تقع بحيث يكون L N يساوي نص N M L N هاي L N هون ده تكون N تعرفوا ليه لأنه أنت قاعد تقول لي L N هي نص N M معناته N M ضعف L N يعني هذا إذا بضربه باثنين بيعطيني هذا معناته هذا أصغر امتوا علي هاي نص هاي آها طب حلو طب ببلش من هون يا جماعة ببسك هاي العلاقة تعال بقول له أنت قلت لي أنه L N تساوي نص N M صح مية بالمية طب ها طلع علي شو بدي أعمل بس هاي بدي أشتغل على مبدأ أنت مين بدك أستاذ أنا بدي متجاه الموقع لنقطة N يعني بدي O N يا صناعي بدي O N طب ليه ما أفرطهم هذول كلهم متجاه الموقع كيف يعني أستاذ يعني L N شو بيساوي مش بيساوي متجاه موقع النهائي O N ناقص متجاه موقع الابتدائي O L صح وهي النص نفس الإشي شو بيساوي متجاه موقع النهائي هاي O N ناقص متجاه موقع الابتدائي O N مية بالمية دخل النص فبصير O N ناقص O N يساوي نص O N هاي النص O N ناقص نص O N طب حلو أنت مي بدك بدي O N لحالة طب ليه ما أجمع الحبايب يعني O N أجيب عندها نص O N سالب نص O N هاي بتصير موجب نص O N وأنقل السالب O N عجيب ثاني صح ولا لا أسهل عليك آه فبتصير O N زائد نص O N يعني هاي بدأتيجي هون فبتصير واحد زائد نص ثلاثة عثنين واحد ونص O N يساوي هاي بدي أنقلها هون فبتصير نص O N زائد لأنه كانت سالب تنتقل بتصير زائد O N يعطيك ألف عفو أقول لك أنا بدي O N لحالة أضرب الطرفين هاي أضرب هون بثنين عثلاثة عشان تخلص منها وأضرب هاي كلها بالمقلوب اللي هو ثنين عثلاثة عشان تخلص منها عشان ثنين مع ثنين ثلاثة مع ثلاثة تروح صف عندك O N تساوي أضرب ثنين عثلاث ضرب نص ثنين مع ثلاثة بتروح بصفي واحد عثلاثة O N زائد ثنين عثلاثة O N خلاص يعطيك ألف عفو متجع موقع M معك هاي متجع موقع L معك عوض بس عوض آه والله سهل عظيم آه بس انتو بتكبروا المواضيع يلا هاي O N تساوي واحد عثلاثة O M زائد ثنين عثلاثة O N عب وين O M هاي صفر سالب ثنين أربعة صح؟ مية بالمية و L سالب ثلاثة أربعة سالب خمسة حلو دخل عليهم الثوابت فبتصير O N تساوي دخل الثلث هون فبتصير صفر سالب اثنين عثلاثة وأربعة عثلاثة زائد هاي دخلت الثل دخل الثلثين هون فبتصير سالب ثلاثة مع ثلاثة روح بتصير هاي سالب اثنين حلو أربعة ضرب اثنين ثمانية عثلاث حلو سالب خمسة ضرب اثنين سالب عشرة عثلاث حلو اجمع الآن اجمع هذول هاي بينهم جمع بينهم جمع اجمع فبتطلع O N تساوي يلا اجمع الاول مع الاول صفر زائد سالب اثنين بتقول لي سالب اثنين طيب سالب اثنين عثلاث زائد ثمانية عثلاث اجمع ثمانية ناقص اثنين ستة عثلاث اثنين حلو طب يلا اربع عثلاث زائد ناقص عشرة عثلاث يعني اربع ناقص عشرة سالب ستة عثلاث سالب اثنين يعطيت عثلاث فكانت الفكرة يا جماعة انك بس بدك تبدع من اللي معطيك يا وتفرط وكله بدلالة متجهات موقع اريد متجه موقع اقول له متجه موقع ام معاك صفه متجه موقع ام مجهول فبحله زي كأنه بحل معادلة عادة فيها مجهول بدي اطلع له متجه موقع مين او ان لكن طلعته بالصورة الاحداثية يلا هانا ترى مضايا الاشياء احنا كله متجهات السؤال اللي بعد ما اعطيني ثلاث فيكتورات ا صورة احداثية ب صورة احداثية سي صورة احداثية بقول لي جدي الاعداد الحقية بي كيو ار التي تحقق المعادلة التالية بي ثابت مضروب بي فيكتور ا زائد كيو ثابت مضروب بالفكتور بي زائد ار ثابت مضروب بالفكتور سي يساوي هالقدر طب شو بعملنا باجي بضرب ها يعني باجي بشيل ا كفيكتور وبحط صورته الاحداثية بشيل بي كفكتور وبحط صورته الاحداثية بشيل سي كفكتور وبحط صورته الاحداثية يلا هاي بي مضروف فيه قداش ايه واحد صفر اربع زائد بي كيو عفوا ضرب بي قداش بيه اثنين صفر سالب ثلاث تمام زائد سي ضرب مين ضرب آر هاي آر وهي سي اللي هي سالب خمسة ثلاثة واحد شو بيساوي قلي يساوي ايهو حاط لك الاجابة اللي هي ثمانية وعشرين سالب اثناش سالب خمس طيب طلعوا الان يا جماعة شو بدي اساوي بدي ادخل البي جوه والكيو جوه والار جوه اجمع الثلاثة واساوي يوم بهذا الجواب واساوي الاول بالاول الثاني بيساوي بس فالموضوع سيمبل ان شاء الله بسيط ها هي بدي اجمع هون يساوي ايش اذول شو هنه اللي هما ثمانية وعشرين سالب اثناش وسالب خمسة تعال نعبي جوه يلا عندك بي حتنضرب في الواحد وفي الصفر وفي الاربعة حجمعها لكيو بعد ما تنضرب بالثنين وبالصفر وبالسالب ثلاثة حجمعها للار بعد ما تنضرب بالسالب خمسة والثلاثة والواحد حجمعها يلا واحد بي زائد اثنين اكيو زائد سالب خمسة ار واحد بي زائد اثنين اكيو ناقص خمسة ار يساوي ثمانية وعشرين هاي يلا صفر بي صفر زائد صفر اكيو صفر زائد ثلاثة ار اذا فيش غير ثلاثة ار يساوي سالب اثناش هاي هاي ثلاثة اربعة بي هاي اربعة بي زائد سالب ثلاثة كيو هاي سالب ثلاثة كيو زائد واحد في ار هاي ار يساوي كم سالب خمسة هاي سالب خمسة فبساوي الاول بالاول الثاني بالثاني الثالث بالثالث لكن خليك ذكي وبلش في السهل كيف يعني يعني فبلش في اللي ايجاده سهل عندي ثلاثة ار لحالها تساوي سالب اثناش فبطلع ثلاثة ار تساوي سالب 12 فبتطلع R تساوي كم سالب 4 يعطيك العافي R تساوي سالب 4 من R بطلع الباقي فباجي على المعادلة الأولى المعادلة الأولى اللي هي P زائد 2Q ناقص 5R طب R معي ناقص 5 في ناقص 4 صير موجب 20 يساوي كم 28 ومن هنا بقدر أقول له P زائد 2Q تساوي كم 28 ناقص 28 هاي معادلة خليها كمان معادلة الثالثة 4P ناقص 3Q أيوة زائد R يعني ناقص 4 تساوي كم سالب 5 بنقل هاي عجية الثانية فبتصير 4P ناقص 3Q يساوي سالب 5 زائد 4 سالب 1 شكره صار عندي معادلتين بمجهولين صار عندي معادلتين بمجهولين يلا يا جماعة انت حر شوف بفضل انك تضرب هاي مثلا بسالب 4 عشان تخلص من P فهاي بدي أضربها بسالب 4 انت حر بك تحلح هذف تعويض اللي بدك يا فبصير سالب 4P سالب 8Q تساوي سالب 32 خط تحتيها هاي 4P ناقص 3Q تساوي سالب 1 اجمع يلا بدي أجمع عندك سالب 4P زائد 4P بتروح شو بيظل سالب 8Q سالب 3Q اجمع سالب 11Q تساوي سالب 32 سالب 1 سالب 33 اقسم الطرفين على سالب 11 شطة Q تساوي كم 3 اللي هي 33 على 11 يعني 3 تروح سالب ما السالب الآن يا جماعة قيمة R طلعت سالب 4 وقيمة Q طلعت 3 خلص ما طلع قيمة مين قيمة P P من أي معادلة هاي أو هاي تعال أهاي هاي 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 عوض P زائد 2Q يعني 2 ضرب 3 يعني 6 تساوي 8 ومن هنا P بتطلع 2 فهمتوا علي ايش فكرة السؤال فكرة السؤال انك تضبط الشكل تضرب تساوي الأول بالأول الثاني بالثاني الثالث بالثالث وتطلع ايش قيم الثوابت من خلال حل المعادلة تمام يعني احنا اخذنا وقت في حل المعادلة يعني ما اخذنا وقت بالفكتورز قد ما اخذنا وقت بحل المعادلات تمام يلا دي بقول لي اذا كان المتجه V صورة لحظة V 6 5 يعامد المتجه شو يعني يعامد يا جباه كلمة يعامد المتجه W معناته ناتج ضرب النقط V دوت W معروف يساوي كم صفر اضرب 15 في 6 15 ضرب 6 بتطلع 90 24 ضرب 5 هاي 24 ضرب 5 بتطلع 120 وعندك سالب 7 ضرب يعني سالب 7 يساوي صفر خلص يعطيك 1000 90 زائد 120 210 7 ايه هالسالب 7 يقصر 7 ايه اقسم الطرفين على 7 ايه بتطلع 210 وتقسيم 7 يعني كم 30 صح 100 بين 100 ايه تساوي 30 فلما يقول لي يعامد معناته ناتج الضرب القياسي بين المتجهان المتعامدان يساوي صفر لأن التعامد يعني زاوية 90 والقانون فيه cos 90 صفر تمام اخر حالات وزارية السابقة إنه معطيك ثلاث نقاط في الفضاء بده الصورة الاحداثية للمتجه a b والمتجه a c فبسيط جدا السؤال 1 a b متجه موقع b النهائي ناقص a b ناقص a و a c c ناقص a شو هي قصة يلا b ناقص a 2 ناقص 1 1 2 ناقص 5 سالب 3 صفر ناقص ناقص 2 2 طيب a c c ناقص a سالب 3 سالب 1 سالب 4 سالب 1 سالب 5 سالب 6 وعندك 4 ناقص ناقص 2 6 4 ناقص ناقص 2 6 2 بدون ناتج الضرب القياس a b d c أنا بدي أضربهم بعض 2 بدو a b dot a c قلت قضر الأول بالأول 1 1 سالب 4 سالب 4 سالب 3 بسالب 6 18 2 6 12 سالب 10 4 12 12 12 12 12 12 12 صح؟ سالب 4 18 12 26 20 ثلاثة بده قياس الزاوية بين المتجهين ثلاثة بده قياس الزاوية بين المتجهين فعادة بقول له الثيتا الزاوية بينهم تساوي cosine inverse ناتج الضرب القياسي AB.AC على طول AB طول AC تمام؟ هاي الساعة بتغلب تمام يا أستاذ يلا نعوض بAB.AC يا جماعة طلعناها يعني انت لا تتخوف ما احنا حسبناها طلعت كم؟ 26 AB.AC من الفرع الصابق هاي 26 طيب تعال أحسب هات AB هو تحت الجذر وهذا هو تحت الجذر يلا AB تحت الجذر واحد تربيع وسالب ثلاثة تربيع واثنين تربيع واحد تربيع وسالب ثلاثة تربيع واثنين تربيع والAC سالب أربعة تربيع والسالب ستة تربيع والستة تربيع فبتطلع كالتالي جذر 1 زائد 19 زائد 4 عليه 2 تربيه 14 جذر الـ 14 ضرب تحت الجذر مقربا إلى أقرب عدد صحيح AC 16 زائد 36 زائد 36 بطلع جذر 8 و 80 فبتطلع الزاوية shift cosine بقوله 26 على جذر الـ 14 ضرب جذر الـ 88 بتطلع الزاوية يا جماعة دقيقة ليكون أنا أحطها بالرادين بلاش نجي بالعيد shift cosine 26 على جذر الـ 14 ضرب جذر الـ 88 بتطلع الزاوية 4042.2052 درجة تمام؟ وبما أنه بدي أقربها إلى أقرب عدد صحيح يعني 42.2 يعني بقدر أتبرها الزاوية 42 درجة تمام؟ هيك يا جماعة الخير بنكون رسميا أنهينا كل إشي في هاي المراجعة ما ظل ولا إشي طبعا مع تمنياتي لكم بالتوفيق وختاما حاب هيك يعني أوجه رسالة من القلب إلى القلب زي ما بيحكوا بتمنى أني جد ما أكون قصرت معاكم والله العظيم هاي المراجعة أني تعبت عليها كثير وقعت أيام كثيرة أكتب في الأسئلة وأزبط وأشيل وأألف وأحطه أو كذا وأطلع عم تحنات الوزارة عشان أعرف شو الأفكار يعني اللي بتحوم حواليها حاولت يد ما بقدر يا رب إني يعني أكون عملت الإشي اللي يساعدكم ويفيدكم يا طلاب الصناعي لا تسمح لأي شخص في الدنيا يقول لك شو تقدر تعمل شو ما تقدر تعمل كن وافق بنفسك هو فقط امتحان هو فقط امتحان من بروتوكولات الحياة نحن في حياة فأنت عشان تنتقل من لبل لليبل من توجيه إلى جامعة نورمالي أنك تفوت بامتحان فلا تكبروا المواضيع يا جماعة لا تكبروا المواضيع أوفق في نفسك أوفق بالله أوفق بنفسك أنت تعبت واشتغلت إن شاء الله هتروح على امتحان وتطلع مجبور الخاطر وتطمني ضروري جدا أنك تطمني يعني بعد كل هالوقت وبعد كل هذا بعد تطمني بازعل فبس والله وأنا كأستاذ فخر الجرار يعني أكون معاكم صريح فعرفت لك كثير يعني مطبات وهجمات وفا ففي مقولة بظلها تحفزني يعني حطيتها بالملف ممكن إنها تحفزك زي ما بتحفزني هاي المقولة هي سوف أنجح حتى أرى الخيبة على وجه كل مراهنة على فشلي أي حد براهنة على فشلك إنت لازم تتعب وتحرف وتنجح عشان تكسر عينه بس هاي الجملة فكر فيها كثير منيح أنا كتبتلكم إياها بالملف دعوا خنوخة جنبها صورة يلا بتستاهل يلا هيك عملتوا سكرينشوت مفروض أنك عملتوا سكرينشوت ونزلها يعني في عمل لي منش يعني أحبكم جدا فاتعبوا حالكم إنجحوا عشان شغلتين عشان تفرح أهلك ونفسك أبوك وأمك وإخوانك اللي جد بيحبو لك الخير عشان تكسر عين كل واحد بيقول إنك أنت فاشل ما رح تنجح ما رح أطول عليكم يا رب إني أشوفكم مجبورين الخاطر الله يوفيكم وأنا متأكد هشوفكم في أعلى المراتب في الأيام القادمة محبكم الأستاذ فخري جرار ودعو لي بس آخر إيشي بطلب منكم ادعو لي وبس والله دعوتك يعني بتفرق معي الله يعطيكم ألف عافية توفيق سلام عليكم ورحمة الله شكرا